مساء الخير على حضراتكم مساء الخير على كل جماهير النادي الآلي في كل مكان برحب بحضراتكم ويوم جديد من أيام المحترف الحقيقة الإسبوع اللي فات كان فيه أحداث كتيرة جدا جدا على الساحة الرياضية العالمية خاصة أكيد كرة القدم وخاصة على مستوى أوروبا النهاردة إن شاء الله في المحترف هنغطي مع حضراتكم كل الأحداث دي فيه أحداث ومفجئات كبيرة جدا جدا حصلت خلال الإسبوع اللي فات على سبيل المثال بنتكلم على مستوى كرة القدم وعلى مستوى فريق كبير زي الباير ميونيخ وخصارة كبيرة جدا جدا في كاس ألمانيا خمسة صفر على مونشنج لاتبخ هنتابع مع حضراتكم تدعيات هذا الأمر وإزاي البايرن بينهزم بهذه النتيجة الكبيرة على يد مونشنج لاتبخ كمان على مستوى أسبانيا خلاص أعتقد كل مشجع البارسة بيقوله أخيرا أخيرا طبعا يعني رونالد كومان المدير الفني السابق لبرشلونة بيودع برشلونة بعد الهزيمة في يمكن هزيمة أعتقد التالتة على مستوى الليجة واحتلال برشلونة المركز الثامن وهو مركز لا يليج أبدا بفريق برشلونة خلاص خلال الأيام اللي جاية حيكون فيه مدير فني جديد على رأس القيادة الفنية لبرشلونة هنتعرف على أهم المرشحين في المحترفة كمان هنتكلم على وستهام وستهام يونيتد الفريق اللي يمكن أطاح بأكبر فرقتين في منشستر أطاح قبل كده في دور الستاشر بإلمان يونيتد وإمبارح كمان بيطيح بإلمان ستي عشان يكون وستهام يونيتد أطاح بعمل قيل الكرة الإنجليزية على مستوى منشستر طبعا منشستر يونيتد وإلمان ستي خلينا نتكلم كمان على حدث كبير جدا كل وسائل الإعلام وكل المراقبين برأبوا هذا الحدث وكمان هنا في مصر مش في مصر بس على مستوى طبعا على مستوى القرى الأفرقية بنرأب مع حضراتكو البلندور المرشحين للبلندور في الموسم المنقدي الموسم اللي فات 20-21 يمكن كان فيه تسريبات كشفت عن يمكن اليومين اللي فاتوا عن المرشحين حضراتكو عارفين كان فيه قائمة بتلاتين لاعب دي القائمة الأولية لكن تم التسريبات على طبعا من خلال طبعا وجود نجمنا الكبير محمد صلاح في المرتبة الرابعة طبعا في المرتبة الأولى كان النجم الكبير ونجم البايرن وهدف المنتخب البولندي اللي فاندويسكي على طبعا قائمة هذه القائمة المصربة مش هقول دي القائمة الرسمية لكن دي القائمة المصربة للبلندور هايزة أتكلم مع حضراتكو يعني على نقطتين تلاتة بالنسبة طبعا لموقف محمد صلاح موقف محمد صلاح زي احنا شايفين كده هو محمد صلاح يتواجد في المركز الرابع لكن خلينا اتكلم مع حضراتكو كلنا اي حد في العالم مش احنا بس لما تقول مين افضل لعب في العالم حاليا اعتقد كل الناس هتقول هو محمد صلاح للأسف الجائزة دي او البلندور عن الموسم الماضي الموسم المنقادي 20-21 دي نقطة مهمة جدا النقطة التانية ان في بعض المعايير اللي طبعا بتقاس بيها او بيتم اختيار صاحب هذه الجائزة الكبرى من المعايير دي خلينا نتكلم زي ما بقول لحضراتكو ان يكون اللاعب في تقلق مستمر خلال الموسم يعني مش اللاعب يتقلق اول ثلاث شهور وبعدين يختفي وبعدين يظهر تاني لا مستوى اللاعب خلال الموسم الكامل ده بيكون معايير مهم جدا جدا وتاني بقول لحضراتكو الجائزة دي عن العام المنقادي مش العام اللي احنا او مش الموسم الحالي فخلي حضراتكو كمان نتكلم دي طبعا التسريبات بتاعة السنة اللي احنا بنتكلم عليها دي نتكلم على وجود لبندويسكي على رأس القائمة انا بشرح لعضراتكو دي ليه لان هذه التسريبات بتتم سنويا وهذه التسريبات بتدي انطباع عن من الفائز بهذه الجائزة دي تسريبات السنة اللي السنة دي لكن كمان من خلال التسريبات السنة اللي قبليها والسنة اللي قبليها هنا دي طبعا دي تسريبات العام الماضي عن طبعا تواجد كل اللاعبين ولكن كان محمد صلاح كمان يتواجد في المركز السادس وكمان عندنا السنة اللي قبل اللي فاتت كمان كان فيه تسريبات وكل التسريبات اللي تمت هي بالضبط كانت النتيجة النهائية لهذه الجائزة وبالتالي يعني احنا كلنا كنا نتمنى ان محمد صلاح تيفوز بهذه الجائزة ما فيش شك يعني لكن زي ما بقول لحضراتكو الجائزة دي تعاني العام المنقضي وفيه معايير كتيرة جدا جدا بيقاس بها اختيار هذه الجائزة زي ما قلت حضراتكو هذه المعايير اهمية انه يكون فيه تواصل ويعني تقلق دائم لهذا اللاعب خلال الموسم بحاله طبعا لو اتكلمنا على النقطة دي شايفيني طبعا لبندووسكي العام الماضي كان متقلق بشكل كبير جدا على مستوى البايرن على مستوى اوروبا كان هداف اوروبا او الهداف يعني حصل على الحزاء الزهبي لهداف اوروبا والبوندزليجا قسر ارقام قياسية كبيرة جدا مع باير ميونيخ وكان فيه تقلق مستمري يعني لبندووسكي كان العام الماضي متقلق طول الموسم مش بداية الموسم مش وسط الموسم لكن على مستوى الموسم باكمة هنيجي للمعيار التاني هتكلم مع حضراتكو في معيار مهم جدا جدا المعيار التاني انه هو كمان اللعب لازم يكون على مستوى الفريق والفريق يحقق بطولات يعني محمد صلاح السنة اللي فاتت كلنا عارفين ان كان ليبربول بيمر بازمات شوية وما كانش في المستوى الطبيعي ليبربول وبالتالي انا بتكلم مع حضراتكو ان هو محمد صلاح بداية السنة دي كمان مختلفة كتير جدا جدا عن الموسم اللي فات بتكلم كمان على نقطة مهمة جدا زي ما بقول لحضراتكو المعايير اللي بيتم بيها اختيار هذه الجايزة اتكلمنا ان اللعب يجب يكون متقلق طول العام دي نقطة مهمة جدا الجزء التاني لازم يكون على مستوى الفرق على المستوى الجماعي الفرق دي حقاية امن البطولات هل حقاية بطولة الدور المحلي هل حقاية بطولة الشاملزليج ده كمان مهم جدا جدا الجزء التالت اللي بيقاص بيه معايير هذا اللعب هو كمان على المستوى الدولي يعني بلدك حقاية ايه خلال السنة اللي فاتت من خلال اشتراكك مع منتخب بلدك هل فيه بطولات هل وصلت لدرجة اللي العالمية او وصلت كسبت بطولة كبيرة ده كمان معايير مهم جدا جدا يمكن كمان للمعايير الاخير اللي بتكلم عليه اللي هو متواجد فيه محمد صلاح حاليا عملية ابداع اللعب نفسه ابداع اللعب نفسه من خلال تقديم مستويات عالية جدا تقارن بالمرشحين ودي النقطة يمكن اللي صلاح وكلنا مش احنا بس كل العالم شاهد ان هذه الجزئية محمد صلاح متقلق بشكل كبير جدا ولو قرنت دلوقتي محمد صلاح بكل اللي موجودين في اللستة او في الشرطة اللي هتطلع هنقول محمد صلاح لكن للأسف محمد صلاح هيكون صعب الحصول عليه الجايزة زي ما قلت لحضراتكم الجايزة دي للعام او الموسم المنقدي محمد صلاح السنة اللي فاتت مع ليفر بول يمكن كان فيه على مستوى الفريق محاقش نتائج جيدة ده على المستوى الجماعي على المستوى الدولي منتخب مصر محاقش بطولة وبالتالي مفيش انجاز يحسب ليه محمد صلاح مع منتخب بلده ولكن عن ابداع محمد صلاح نفسه كلنا شايفين ان محمد صلاح هو الافضل في العالم حاليا انا بفوجة نظر الشخصية ان شاء الله باذن الله محمد صلاح تواجده اولا في الشورط لست ده كمان شرف كبير جدا جدا لمحمد صلاح رغم اخفاق ليبر بولي السنة اللي فاتت رغم ان ما كانش فيه بطولات على مستوى القرى الافريقية او على مستوى منتخب مصر وبالتالي ما كانش فيه انجاز يحسب لمحمد صلاح مع المنتخب الجزء التالت كمان على مستوى ان بتشوف من خلال الثلاث سنين اللي فاتوا تواجد محمد صلاح في هذه القايمة ده شرف كبير جدا جدا الجزء المهم ان دلوقتي محمد صلاح بيقول ان هو ان شاء الله هيكون المرشح اقل اقوى خلال البلندور ل 2021 2022 تعلق محمد صلاح مع ليبر بول في التشامينز ليج الارقام القياسية اللي بيحطمها ان شاء الله الاستمرارية اكيد ده مهم جدا الفوز بالبريميال ليج ده كمان مهم جدا الفوز بالتشامينز ليج كمان مهم جدا ففيه تحديات كتيرة جدا جدا لكن محمد صلاح يعني يعني مش هنزين نقول فيه يعني كلام اكتر من كده لكن هو محمد صلاح يستحق كل خير وان شاء الله باذن الله يكون على الاقل المتواجد من دم التلاتة او الاربع الاوائل المرشحين لهذه الجايزة السنة دي وان شاء الله البلندور السنة اللي جاية ان شاء الله في نصيب محمد صلاح طيب على مستوى زي ما بقول لحضراتك وعلى مستوى اسبانيا على مستوى برشلونة اقالة كومان ويمكن زي ما بقول لحضراتك رونالد كومان يمكن الاقالة تأخرت شوي رونالد كومان عنده مشاكل كبيرة جدا جدا مع برشلونة يمكن بعد طبعا الخسارة في الدوري الجولة اللي فاتت خلاص لابورتا بيبلغ رونالد كومان بانهاء التعاقد معاه ويعني انهاء ولاية رونالد كومان في برشلونة مين اللي جاي؟ كل الترشحات بتقولين شابي شابي طبعا من أساطير برشلونة هو مدير فني الحالي لنادي السد القطري وعلى فكر خلاص تم يمكن التواصل معه بشكل كبير جدا في لجنة أو مجموعة من الناس المهتمة بالتعاقد في برشلونة موجودين دلوقتي في قطر بيتعاقدوا مع شابي ليكون على رأس القائمة الفنية لبرشلونة خلاص خلال الأيام اللي جاية لكن كمان مش هيكون خلال المباراة اللي جاية وعشان كده لابورتا كمان صعد يعني في المدير الفني المتواجد في البي تيم أو فريق الأمل لبرشلونة هو اللي هيكون متواجد يمكن في المباراة اللي جاية اللي لم يلحق شابي بهذه المباراة لكن زي ما بقول لحضراتكم رونالد كومان رونالد كومان ناس تقول بعض الناس بتقول إنه هو مظلوم إلى حد كبير من خلال حتى المباراة اللي فاتت كان فيه إضاعة للفرص دي باي بيضيع ضربة جزاء وبالتالي بيخسر المباراة مناس تقول لك يعني هو بيأدي بشكل كويس لكن غير موفق فيه جزء تاني تقول لا الموضوع اتأخر شوية لأن رونالد كومان فقد السيطرة على الدريسين روم فقد السيطرة على اللاعبين فقد السقة فيه كمان فرقته وحتى على المستوى الجماهيري إن كمان رونالد كومان في خلال حضراتكو يمكن الأسابيع اللي فاتت كان فيه استهجان كبير جدا من جماهير برشلونة يمكن من قبل المباراة مع سير المباراة وكان فيه استهجان من جماهير برشلونة على رونالد كومان رونالد كومان يرحل على برشلونة وبرشلونة بتستعد لطبعا أسطورة على مستوى اللاعب وخطة طويلة الأجل ومشروع كبير جدا ينتظر شابي مع برشلونة طيب لو كنا بنتكلم على أفضل اللاعب على مستوى العالم لو كنا بنقول محمد صلاح هو الأفضل الآن لكن كمان كريم بن زمة كريم بن زمة واحد من أساطير الكرة على مستوى ريال مدريد بيفوز بكاس أفضل لاعب في نادي ريال مدريد خلال شهر ستمبر طبعا يعني كريم بن زمة بيقدم مستويات مش بس مع فريق ريال مدريد لكن كمان على مستوى المنتخب الأسباني كاس أفضل لاعب طبعا هو قبل انطلاق مباراة فريه أمام أوسسونة في بطولة الدوري الأسباني اللي أقيمت إمبارح ضمن طبعا منافسات الجولة الحداشر من الليجة استلم كريم بنزيمة كأس حصوله كأفضل لاعب في شهر بستمبر على مستوى ريال مادريد طبعا هو سجل غاية دلوقتي تسعى أهداف في بطولة الدوري مع ريال مادريد ويتصدر أكيد جدول الهدفين بنزيمة كمان يمكن حصد الجائزة دي ويسبق نجوم كبار نتكلم على ماركو أسينسيو نتكلم على كورتواب نتكلم على جونيو نتكلم على لعبة كبيرة جدا موجودة في ريال مادريد لكن أنا في اعتقادي الأفضل حاليا على مستوى ريال مادريد مش النهاردة بس خلال يمكن العامين اللي فاتوا كان كريم بنزيمة طيب كلنا فاكرين منتخب مصر وفاكرين الأداء الجيد والجيد جدا والفوز الكبير على منتخب ليبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم وكان وجود نجم جديد هو عمر مرموش عمر مرموش للأسف خلال يمكن الفترة اللي فاتت كان عنده إصابة كان عنده إصابة ويمكن تغيب عن فريق شتوتجارد فيه يمكن الجولة اللي فاتت في البندزليجا نتيجة هذه الإصابة نوع من القلق يصيب شوية مع أسكر المنتخب قبل الأجندة الدولية حضراتكم عارفين إن فيه أجندة دولية قريب جدا جدا وإن منتخب مصر يمكن إن شاء الله يوم سبعة من الشهر المقبل إن شاء الله حيخود مباراتين مبارات أنجولا مبارات يوم 12 نوفمبر ويوم 7 نوفمبر ومباراتين مهمين جدا جدا الحمد لله إحنا بشكل أو بآخر أو بالنسبة كبيرة وصلنا للفاينال ستيج لكن عايزين نتطمن كمان على عمر مرموش زي ما بقول لحضراتكم الجهاز الفني وعناصر كتيرة من الجهاز الفني بتتواصل مع عمر مرموش بتتواصل مع الإدارة التبية في نادي شتوتجارد ويمكن الإصابة هو التواقف الكاحل يمكن الإصابة غلصة شوية إصابة يعني ممكن تاخد يعني لو كان فيه تمزق في الأربطة أو حاجة بتاخد وقت شوية لعودة اللاعب لكن ما فيش شك إن عمر مرموش زي ما بقول لحضراتكم نجم على الطريق نجم مميز جدا ويكان مكسب كبير أكيد لمنتخب مصر إن شاء الله نتمنى له التوفيق بإذن الله ويكون متواجد في منتخبنا لأن زي ما بقول لحضراتكم نجم كبير على الطريق لسه نكلم بكل إمانة لعنده مشوار طويل أولا في البوندزليجة مع عشتوتجارد وسنيا وبل أكثر طبعا في مشواره الدولي مع منتخب مصر النهاردة زي ما بقول لحضراتكم عندنا يعني حاجات كتيرة جدا جدا وعندنا أخبار وكواليس كتير لكن نروح للأول ونشوف عنوين الصحف العالمية كتبت إيه معنا هنا في المحترف طيب تعالوا نبدأ جولتنا النهاردة بصحف أسبانيا تحديدا جريدة ماركة الأسبانية ركزت أكيد على هزيمة بارشلونة أمام رايو فاليقانو بواحد للا شيء في الدوري الأسباني وهي دي الهزيمة زي ما بقول لحضراتكم اللي قدت لقالة المدرب الهولندي رونالد كومان كتبت الجريدة ريو فاليقانو يقتل كومان طبعا دي دلالة عن أن هذا الفوز أقال بيه وأطاح بيه المدير الفني لفارشلونة رونالد كومان كمان الجريدة تحدثت عن تعادل ريال مادريد سلبيا أمام أساسانو في الدوري الأسباني وكتبت ريال مادريد واجهة حائطا نسيب ماركة ونروح لسبورت الأسباني سبورت الأسبانية ركزت على إقالة رونالد كومان بعد الهزيمة واحد سفر من رايو فاليقانو بالدوري الأسباني الصحيفة كتبت إقالة رونالد كومان الصحيفة كمان اهتمت بتعادل زي ما أقول لحضراتك ريال مادريد سلبيا أمام أساسونة وكتبت ريال مادريد يتعثر في سانتياجو برنبيو لسه في أسبانيا وتحديدا صحيفة إيس الأسبانية اللي كتبت هدف فالوكاو ينهي عهد كومان مع برشلونة وتشافي الأقرب لخلافته زي ما بقول لحضراتكو تشافي طبعا هو الأقرب طبعا للإدارة الفنية لفرشلونة دي صحيفة إيس الأسبانية اللي بتكتبه بتقول أن فالوكاو آضى على رونالدو وعلى مقعده كمدير فني في فرشلونة وفي انتظار تشافي للقيادة الفنية لفرشلونة طيب نسيب أسبانيا ونروح لإيطاليا تحديدا صحيفة توتو سبورت توتو سبورت ركزت على هزيمة اليوينتوس أمام الساسلو بنتيجة 2-1 وكتبت 13 نقطة أين أنت يا يوينتوس؟ طبعا دي في إشارة لاستمرار مسلسل إهدار النقاط في الدوري الإيطالي لفريق اليوينتوس كمان الصحيفة اهتمت بفوز انتر ميلا على أمبلي بنتيجة 2-0 وأتالنطا على سامدوريا بنتيجة 3-1 وكتبت انتر ينطلق مجددا وأتالنطا أقوى من الجميع من إيطاليا نروح لإنجلترا تحديدا يعني جريدة زاسان البريطانية اللي ركزت على موهبة بروسيا دورتموند جودي طبعا نجم كبير جدا كتبت هذه الصحيفة أن بروسيا دورتموند بيحذر أندية الدوري الإنجليزي بما فيهم ليفربول بأنهم لن يسمحوا برحيل هذا اللاعب إلا في حال تلقي عرض مالي ضخم جدا الصحيفة تمت برضو بإقصاء الستي من كأس الرابطة الإنجليزية أمام وستهام وكتبت منشستر سيتي يخسر للمرة الأولى في كأس الرابطة المحترفة منذ خمس سنوات طيب نسيب إنجلترا ونروح لفرنسا وتحديدا جريدة الكيب الفرنسية اللي ركزت على تعادل نيس مع أولومبيك مارسيليا واحد واحد في اللقاء ده المعاد طبعا اللقاء ده إتعاد بسبب طبعا أحداث الشغب اللي حصلت وكتبت الصحيفة نقطة النهاية لسه مع حضراتكم في المحترف زي ما أقول لحضراتكم حلقة إن شاء الله حلقة دسمة جدا هنروح لفاصل وبعد الفاصل نستقبل الناقد الرياضي أحمد مجدي عشان نتكلم على كل الكواليس اللي تكلمنا عليه نتكلم على البلندور نتكلم على هزيمة البيرن بخماسية نتكلم على مستقبل برشلونة مع تشافي هنتكلم كمان على واستهام اللي أطاح باتنين كبار جدا من كأس الرابطة الإنجليزية أطاح بالمان يونيتد وأطاح بالمان سيتي كل ده في المحترف بعد الفاصل برحب حضراتكم مرة تانية وبرحب بديفي وضيفكم النهاردة النقد الرياضي أحمد مجدي عشان زي ما أقول لحضراتكم أحداث كتيرة جدا جدا على الساحة العالمية عن ناقشها وعلى الرؤية الفنية وكمان على رؤية أحمد في البلندور وتراقب الجميع من الفائز بالبلندور السنادي مساء الخير يا حمد مساء الفول يا كابتن سعيد جدا أنا مع حدث طبعا هنتكلم على أحداث كتيرة جدا جدا هنبدأ معك بالدوري الأسباني ويمكن الحدث الأكبر قالت رونالد كومان من الإدارة الفنية لكن عايز أخد رأيك يمكن في التسريبات بالنسبة للقائمة الحاصلين أو المرشحين للبلندور السنادي ومحمد صلاح في المركز الرابع طبعا ليومندويسكي ومميسي موجود طبعا وكريم بنزمة في المركز التالي ومحمد صلاح في المركز الرابع اللي قلته في أثناء الإنترو أن التسريبات دي كل سنة بتخرج بنفس الشكل والغريب أنها بتبقى النتيجة النهائية يعني بتبقى فيها لغاية دلوقتي 100% اللي بيخرج هو اللي بيكون النتيجة النهائية هل رؤيتك إيه بالنسبة أولا لوجود محمد صلاح في المركز الرابع وكمان ترشحاتك تعتقد من الفائز بهذه الجائزة السنة دي بداية في نقطة التسريبات يا كابتن السنة دي مختلفة لأن هي مش واضحة وفي أكتر من اسم مرشح بارز كل واحد دي عوامل بتقويه وفي نفس الوقت فيه أسماء قوية جدا كانت يعني زي ميسي مثلا كان داخل السيزون ده واخد كوبا أمريكا مرشح الأول تقريبا إن هو ياخد البالوندور السنة دي ولكن بدايته المتواضع جدا مع فاريس سان جرمان هو حتى الألم يسجل ولا يصنع أي هدف على مستوى الدوري يعني سجل ثلاث أهداف دور أبطال أوروبا ده أضعف حظوظه أصاد اسمين بالذات ليفندوفسكي ومحمد صلاح وكريم بنزيمة كمان ثلاث أسماء بيتقلقوا بشكل كبير في مطلع الدوري فالتسريبات من هنا بتكتسب قوتها لما دي بقى الوضع مصير للشك ده أولا ثانيا من قوة المصادر قوة المصادر اللي بتسرط بس لازم نلتفت لحاجة بسيطة صحفيا إنه أولا صحيفة قاس يعني التسريبين الكبار اللي حصلوا في المسألة دي هي صحيفة قاس وصحيفة مارك صحيفة قاس سرابت الأول نتيجة تصويت الصحفيين نتيجة تصويت الأولاني وده اللي قال إن اللوني المسي بفارق بفاق يعني واخد 46 في مهم من الأصوات على مستوى فاكتور وعامل واحد من عوامل التقييم إحنا إزاي مع حضراتكم عارفين فيه كذا عامل يعني تصويت الصحفيين قادة الفراء المدربين ولكن التسريب بتعمرك خطير جدا لأنه هو جايب الإحصاء النهائي التنقط النهائي وده تسريب آه ده تسريب ممكن يكون دالي جدا لقوة المصدر وزي ما قلت لحرارتك لإن التسريب تقفل 29 يعني تقفل والإعلان الرسمي يكون 29 نوفمبر فالتسريب ده تسريب قوي جدا واسم روبرت ليفندوفسكي اسمه منطقي ممكن ما يكونش الأكثر منطقية في مطلع الموسم لأن أنا وجهة نظر الشخصية كريم بن زيمة ومحمد صلاح بيقدموا مطلع موسم هايل جدا حتى أقوم ليفندوفسكي اللي مستوى التنفسية في الدولة الألمانية أقل ولكن اللغزي الكبير هو الزالي وليل ميسي أضعف حظوظه حتى يعني يعني لو جنات كلمنا نفتلت أسماء مرشحة بقوة هنقول محمد صلاح لفندوفسكي كريم بن زيمة يعني ميسي فقط أفقد نفسه حظوظه بنفسه بالبدال المتواضع اللي عملها في باريس سان جرمان بنسبة لقوطة محمد صلاح يعني إحنا قل ما تلتقي العاطفة والعقل يعني بس اللي بيحصل من محمد صلاح الفترة دي هو الحقيقي اللي بيخلي العقل يبرمج كلام العاطفة ويخليه صح لأنه ده منطقي جدا وما بقاش كلام المصريين وما بقاش كلام العرب وما بقاش كلام حد هو فيه رأي عام عالمي بقوله أنه أفضل تقدم دلوقتي بقرة القدم العالمية هي تقدم محمد صلاح صحيح فزي أقول لحبارتك مسألة التسريبات آه لها دلالة فعلا لأن المصادر قوية جدا ولكن يعني لأن العملية كوميرشال ممكن ما تتحرقش بدري كده يحصل في الأمور لأنه في سنة من السنوات كانت تتسرب ولكن أحيانا بيبقى فيه حجم طب أنت على المستوى الشخص تعتقد من اللي يفوزين خلي بالك فيه كمان جورجينيو جورجينيو أنا أقول تسعات التقييمات التقييمات على المستوى الفردي على مستوى الجماعي على مستوى البطولات كمان جورجينيو لو قست على كده مع تشيلسي السنة اللي فات آه ما حصلش على البريميليج يمكن نقدم مستوىات رائعة كسب التشاملز ليك مع منتخب الإيطالي كمان فاس ببطولة كبيرة اليورو 20-20 خلينا أقول وجهة نظرك أو أنت تتوقع من الفوز بازيلي الجائزة إحنا كنا هنا لما جورجينيو خد أحصل لعافي في أوروبا صحيح وقلنا سواء أنه جورجينيو لو كان مراد أنه هو يحقق حاجة في البالندور مش هيددوله بتاعت أوروبا كانت المسألة واضحة كفاية جائزة آه لا كفاية جائزة وحدة لأنه حتى يعني ماشي وهو أخذ ألقاب مهمة أهم لقابين على مستوى أوروبا صحيح بالنسبة للمنتخبات وبالنسبة للأنديادة والأبطال أوروبا واليورو ولكن مش يعني أصاد المردود الفردي اللي بيقدموا الأسماء دي كلها محمد صلاح كريم جزيمة لفندوفسك وحتى ليونيل ميسي اللي توج بلقب مع منتخب الأرجنتين وكان متوج بكأس ملك أسبانيا مع برشلوني السنة اللي فاتت أعتقد أن جورجينيو حسوزه مش كبيرة في البالوندور أنا لحد وقت قريب كنت بقول أن الليونيل ميسي هو يعني خلاص أن المسألة محسومة يعني لأنه خد لقب الدولي المنتظر اللي كان بقاله 15 سنة تقريبا عايز ياخده في نفس الوقت ما طلعش خالي الوفاض مع برشلونة لا خد لقب مع برشلونة قبل ما يمشي ولكن فعلا البدال متوضعة اللي حقا يعني ما حدش فينا في الخيالات كلها كانت توقع أن ميسي يقعد خمس ستة منشاط مع برشلونة بلا هدف بلا صناعة وبأداء متذبذب جدا وشخصيته في الحسم مش زي ما هي وكمان في مستوى محمد صلاح وليفندوفسك وكريم منزيمة الهائل في أول موسم فأعتقد أنه المسألة يعني أنا متخال أنها بتصب في صالح ليفندوفسك أنه حقق ألقاب كتير فرديا ماشي بمستوى كبير جدا ومن الناحية الإعلامية والكوميرشيال أعتقد أنه فيه رغبة لتعويض ليفندوفسك أنه ما خادش البالوندور السنة اللي فاتت وكتفه بمنح وجهزة فيفا ذا بيست لأن البالوندور كانت ملغيها بفعل لتداعات أزمة كورون فأنا متخال أن ليفندوفسك هو الأقرب للتتويج بالبالوندور السنة ليفندوفسك طبعا بيقدم مستويات رأيها خلال العام اللي فات ومازال بيقدم بصراحة مع البيرون ولكن زي ما أنت قلت يمكن العملية بتبقى صعبة شوية دخول ميسي خروج ميسي وجود محمد صلاح في المركز التالي وأنا أقول دايما ولو محمد صلاح بهذا التقلق السنة دي أعتقد هو المرشح الأقوى إن شاء الله للبالوندور العام القد طيب في حدث كمان مهم جدا برشلونة وطبعا قالت رونالد كومان شفت شفت الجولة التانية أو الجولة اللي فاتت من الدورة الأسبانية إزاي وكلمنا عن رؤيتك هل فعلا لابورتا تأخر في إقالة رونالد كومان هل رونالد كومان مظلوم للظروف اللي بمر بيها فريق برشلونة لا هو هو مش مظلوم هو أعتقد أن رونالد كومان أخذ أكتر من وقته في برشلونة بالذات مع النتائج المتعسرة المسلم ده أنا كنتم مستنين الإقالة دي بعد الكلاسيكو لأنه ده رابع كلاسيكو برشلونة يخسروا تواليا ودي ما سألة ما حصلتش من ثلاثينات أعضاء داري بالوحيد اللي خسر كلاسيكو ثلاث مرات وربعة دي آه برشلونة خسر أربع كلاسيكوات وربعة منهم كومان بالظبط فرونالد كومان هي المسألة فيها شوية مفارقات بتقول أنه جماهير برشلونة وإدارة برشلونة بتملك ذاكرة السمك يعني زي ما بيقولوا لأنه في نفس اليوم للمفارقة اللي هو 28 أكتوبر بيرحل رونالد كومان هو نفس اليوم للسنة اللي فاتت بيرحل فيه جوزير ماريا بارتوميو الرئيس السابق لبرشلونة وده بيطرح تساؤلات رونالد كومان اللي انت ضحيت من أجله بلويس وارز بمنتهى الإهانة وكانت الطريقة اللي رحل بها لويس وارز أول مصمار يا دقف ناعش العلاقا بين برشلونة وليونيل ميسي لأنه في الوقت اللي كان كله منتظر من ميسي يجدد عقده بقى رياحية شديدة الموسم قبل الماضي بقى ميسي فجأك انه هو بيبعت بوروفاكس بيقول لك أنا عايز أمشي رسمي فدي كانت أول مرة تحصل العملية بالوضوح ده بميسي وبرشلونة فأنت من أجل رونالد كومان يعتبر أن أنت ضحب سوارز وميسي مش ضحب بسوارز فقط ضحب بسوارز وميسي وضحب بلعيبة كتيرة نشأة كان ممكن أنها تاخد وهي عندها 23-24 سنة مثال ريكي بويج مثلا أنها تاخد فرصة كبيرة في الفريق لمجرد أن رونالد كومان شخص برضه في قط اللبس مش ما بيعرفش يدير أندية كبيرة بحجم برشلونة وبيخرج للإعلام حاجات كثيرة بنفسه في المؤتمرات الصحفية بيخرج مشاكل كثير مع لعيبة صغيرة فأعتقد أن رونالد كومان كانت المسألة حتمية هم تأخروا بس لوجود الشرط الجزائي اللي هو كان 12 مليون يورو وبرشلونة معوش المبالغ دي الوقت بيعاني من أزمة مادية طاحنة فأعتقد أن النتيجة كانت حتمية وجمهور برشلونة بيشكر فلكة واللي يسجل هدف أنا كمان من فترة طويلة يمكن قبل كمان الانتخابات وقدوم تاني ورجوع لبورتا لرئاسة برشلونة هو الراجل كان بيتكلم بكل صراحة وبيتكلم أنا أول مرجع عليه الرئاسة مش هيكون رونالد كومان على رأس الإدارة الفنية حتى لو خد الليجة أو خد الشاملينزيج فواضح جدا أنه كمان كان فيه مش هقول لك نية مبيتة لكن ظروف برشلونة النتائج اللي قدمها كومان زي أنت بتقول بعض الصفقات وبعض اللعيبة اللي رحلت كان لها تأثير كبير جدا جدا على خروجه وحنشوف برضو أرقام رونالد كومان لازم نبص عليها وحق إيه مع برشلونة خلال الفترة اللي فاتت يعني زي ما بقولك على مستوى المباريات عدد المباريات 67 مباراة فاز بأربعين مباراة واتهزم فيه 16 اتعادل في 11 له من الأهداف 141 وعليه 77 هدف يعني الأرقام ساعات بتكون مش دلالة كاملة زي أنت بتقول الأرقام ساعات بتديك مرضوط غير وقوعي لكن الحقيقة بتقول أن فعلا رونالد كومان يمكن تتأخر شوية لابورتا في الإطاحة بيه من ناحية الأرقام إحنا لو جينا بصينا أن برشلونة حق 27 نتيجة سلبية من 67 مباراة فده ممكن يكون معدل يعني سيء بس مش أسوأ حاجة يعني بالنسبة لمدرب مستلم فريق بيعاني تماما من هزيمة 8-2 من بارني ميونيخ نفسيا وفنيا ولعبة كبيرة كتيرة مشيت هو معرفش يعمل مركات وبيعني من أزمة مادية طاحنة ففي جزء رونالد كومان يعني بغض النظر عن عن وجهة النظر البرشلونية العادية فيه ولكن لا هو رجل تظلم في أمور تانية ليه علاقة أن أنا جيت أول موسم مع مجر مركات اللي أنا عايزه فجئت ابندي مديون لما طلب العيبة يعني فيه العيبة هو طلبها السنادي جابها السنادي برشلونة زي إميرسون وبعوها في نفس المركات في نفس المركات ففي لا يعني فيه أمور آه هو تظلم فيها ولكن اللي هو ما تظلمش فيه وكتبوا بنفسه هي الطريقة اللي ده أدار بيها غرفة ملابس برشلونة الطريقة دي في نوادي بيبقى يعني يعني محتاجة إدارة غرفة ملابس بشكل معين منها برشلونة منها برشلونة اللي هي مثلا العلاقة بين أكاديمية لمسيا والفري الأول المسألة دي مسألة ذات يعني ذات أهمية بالنسبة لجمهور برشلونة اللي عابت برشلونة لأفكار برشلونة بشكل عام هو دمرها تماما حتى وإن كان من المزايا اللي هو عملها أنه صعد لعبة صغيرة كتير من لمسيا ومن غير لمسيا يعني برشلونة أولوية في التعاقد ولكن اللي اداله الفرصة بالحجم ده وخلى المرشح الأول اللي جازت أفضل لعب شاب في العالم تحسب لرونالد كومان زي جافي زي نيكو جونزاليس في كذا اسم يعني في مزايا بسيطة لرونالد كومان في الفترة دي بالنسبة لنقطة لابورتا الهدف الأبرز لابورتا أنه يدخل تشافي بشكل ما سواء مستشار أو يعني كان في الأول بيخطط أنه مستشار بس اصطدم بقصة الرغبة القطرية أن تشافي يكون موجود في ملف 22-22 ولكن هو دلوقتي خلاص الفرصة فرصة التدريب هو الراجل المناسب للمرحلة لبرشلونة شايف أن تشافي عنده من الخبرات كافية أنه ممكن يكون عارف لو برشلونة في حالته الدنيا تمام لكن تعتقد تشافي أكيد اسم كبير إذا كان لعب أو حتى على المستوى التدريبي لكن هل تشافي هو الشخصية أو المدير الفني الصح في الوقت الصح لبرشلونة يعني هو أفضل الخيارات المتاحة يعني لما نبص الخيارات المتاحة سواء مادية برشلونة مش عارف يجيب مدرب بعقد كبير بحجم 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 لا غير الأفكار اللابورتا كتالوني متعصب الأفكار الكتالونية المتعصب تقولك أنت تجيب لإسم كبير لعب في برشلونة يعرف أجواء المدينة أجواء قد اللبس ويديعرف يديرها وما فيش أصلح من تشافي في الوقت ده بلعب بمنهج برشلونة بأسلوب تيكي تاكا واحد من أبرز اللعبة اللي جات في تاريخ النادي يعني منظومة كتيرة في تسهيلات مادية هتحصل وده نقطة مهمة جدا إن تشافي بالضغط اللي بيضغط على قدارة الساد القطري إنه هو عايز يروح برشلونة قدارة الساد القطري هتلغي بنود كتيرة جدا بس بشرط إنه هيلعب ماتش الساد والدحيل يوم 3 نوفمبر علشان كده تم منتظمة فتشافي بيتهيق لي إنه أفضل خيار متاح لأنه مفيش خيار متاح كتير قدارة برشلونة سواء مديا أو الحالة اللي النادي بيمر بها سواء فنيا أو زهنيا أو أي حاجة فتشافي أفضل حتى الشرط الجزائي مليون دولار أعتقد مبلغ يعني هيا يعني يعني ولسه 2012 لك شكل كمان اللي يجا السنة دي برشلونة دلوقتي أعتقد في المركز الثامن هل قادر حتى جافي أنه يرجع تاني برشلونة للتنافس حتى في المربع الدهبي ولا الأمور هتاخد وقت يعني فيه بروجيكت وفيه مثلا مشروع زي ما بيقولوا للشافي خلال الفترة اللي جاية يعني هي التكهنات في الأوقات اللي زادية كابتن ما بتبقاش يعني ما بتبقاش يعني موضوعية لسه يمكن من ماتش اثنين ثلاثة ممكن نستشف حالة عامة مثلا شافي هيخلقها ولا لأ ولكن أن برشلونة يرجع بتنافس على الدوري السنة دي بيتبقى حاجة شبيهة بمعجزة لأن القصة كلها حتى في طرح اسم شافي هو استدعاء تجربة عليها فكان جاي في أجواء أكثر استقرارا من اللي تشاب فيها ما كانش النادي مديون بأكبر مديونية في تاريخ الرياضة كلها أكبر مديونية في تاريخ الألعاب الرياضية كلها مديونية ببرشلونة السنة اللي أعلنها أخوان لابورتا ولكن التنافس السنة غير كمان تعصر ريال مدريد أتليتكو مدريد تعصر بالتعادل 2-2 ونتائج قدامنا برضو أحمد دي بورتيبو ألفز طبعا فاز على ألتش 1-0 إسبانيول تعادل مع أتليتكو بلباو ريال تعادل مع قادش ب3-3 ريال مايوكا والتعادل مع شبلية 1-1 رايو فالوكان ومفاجأ والفوز على بارشلونة 1-0 ريال بيتيز فوز 4-1 على مباراة بتتلعب النهاردة مع ريال سوسيداد ومع كتافي وليفانتي برضو النهاردة مع أتليتكو مجريد الساعة 9 ونصف انت شايف النتائج منطقية ومشايف كمان زي ما بنقول ما فيش ما فيش الأرقام الكبيرة ما فيش 3-0 4-4 يعني برضو ما زلنا الدوري الأسباني كان زي الدوري الإنجليزي كان فيه أهداف كتير شايف تاني السؤال اللي حيقرر نفسه خروج ميسي هل أضر تاني بالليجا ويمكن كان فيه حالة كبيرة بالنسبة لميسي بعد خروجه من برشلونة مؤثر لغاية دلوقتي على الليجا الأسبانية طبعا الليجا فقدت كتير بخروج سولايسي كريستيانا رونالدو سيرديو راموس وكريم بن زيما وليوني الميسي وقبلهم نيمار ولكن الدور الأسباني السنة هو الأسبانية فرضتها في القرن من أول القرن الحادي والعشرين ولكن المتشط ممتعة جدا مسيرة جدا في كذا نادي يتنافس في المقدمة حاليا بس ممكن ده ما يستمر طويلا يعني زي ما عارفين في الآخر خلصها تبقى منحصرة بين ريال مادريد وقتلتكو مادريد ولو برشلونة عرف يتعافى في الفترة اللي جاية وإشباليا بدرجة أقل إشباليا كان عنده قتلتكو مادريد عنده فرصة يتعثر لو كسب ليفانتي يتساوى مع ريال مادريد في الصدارة بواحد وعشرين نقطة ولكن زي ما بقول لحضرتك البطولة المستويات كان في قيمة كبيرة بيديها ميسي ورونالدو وسيردي وراموس ونيمار للليجا ولكن لا الفروقات كده قلت يعني الفروقات قلت فالدوري ممكن يكون لمحبي الإثارة ومحبي إن كل الفرق تعرف تكسب بعضها اللي بيحبوا النمط ده من الكرة هيقدروا يلاقوا في الليجا شيء كويس جدا منتج كويس بيتقادل رايو فالوكان وتفوزوا على برشلونة 1-0 وبعد المباراة تقولك دي باي لو كان أحرز مثلا ضربة الجزائق كان هيكون فيه تغيير في النتيجة وممكن برشلونة يفوز لكن انت شفت المباراة فانين إزاي إيه الأخطاء اللي عملها يعني رونالد كومان يعني في لحظات بناء اللعب انت لازم يعني المدرب الكويس هو اللي في لحظة بناء اللعب هو اللي بيفكر ازاي دافع هو اللي بيفكر ازاي لما بابني اللعب ما بقاش مستباح بحيث أول ضغط يتضغط علي ما بقاش كل النص ملعاب يفاضي أو الباكات طيرة على ما فيش ده اللي بيحصل في كل ماتش مع برشلونة في مشكلة في بناء اللعب بتحتفظ بالكرة كتير احتفاظ سلبي مالوش داعي كتير سلوة أفضل اللعب بيلعب تحت الضغط عندك في مساحات واسعة جدا بتخلي عناصر السرعة وعناصر القوة في فريق الخصم يعرفوا يضغطوا عليه أول لما بتفتك الكرة مدافعينك مش أسرع حاجة سواء جيررت كي أو إيريك جارسية فتتعرض لهجمات مرتدة كتير جدا هو نفس الأخطاء الماتش ده زاد وغطى كمان انت معانيتش تبني هجبة منظمة واحدة تقريبا غير اللقطة اللي جاء منها فالكاو واللي كان يعني العادل من ده اللي يحصل برشونة ما كانش يستحق الفوز ورونالد كومان مارس نفس الأخطاء وما كانش من العادل ان دربة الجزاء بتاع دبيت ستصد علشان برشونة يتحط فعلا في الوضع الحقيقي اللي هو بيمر به قبل ما يدخل في مراحل أصعب بعدين في الشامبينز ليج ويتلقى نتائج كاريسية هو في غين عنها أو يروح الدور الأوروبي صحيح طيب خلينا برضو معنا أرقام اللي هذه المباراة لو نعرضها أو نروح لكومان رونالد كومان وقال إيه نشوف الأرقام المباراة برضو نتكلم معاك فيها يا أحمد أرقام برشونة وريو فالوكانو طبعا فوز واحد سفر بالنتيجة وطوع السفر الفرص تعال بقى لأن بعض الأرقام بتقول أن المباراة هاتت ماشية بشكل مختلف البرشونة عنده تسع فرص لما حقق منها أي هدف رأيه فالوكانو خمس فرص حقق منها هدف واحد الأهداف المتوقعة كانت لصالح برشونة 3.2 نسبة الاستحواز برشونة 66% تمرات الصحيحة 89% لصالح برشونة التصويبات 16 تصويبة لبرشونة مقابل 12 لفالوكانو تتكلم على العرضيات 14 مقابل 9 ركنيات 7 مقابل 3 فالأرقام كمان بتقول يمكن أنا شفت المباراة كان فيه بعض الفرص اللي ممكن برشونة يترجمها خاصة دربة الجزاء اللي ضاعها ديباي إنه يتقدم للمباراة لكن قد تكون قد تكون الأصلح لبرشونة أن يتهزم في هذه المباراة هو كل الأرقام دي بتقول يعني زي ما تكلمنا على نقطتين الاستحواز السلبي والشوطة الوحيدة اللي أنت ترجمت يا دربة الجزاء اللي ضاعها فما فيش لا ما فيش آلية البناء لعب هجومي برشونة اللي هي الميزة اللي برشونة علمها للعالم الطريقة اللي علمها للعالم إنه أنا إزاي أولا العيبته تعرف تحتفظ بالكرة تحت الضغط تعرف تنقل الكرة من الخطوط تعرف تطلعب بشكل منتظم تعرف توصل للتلت الأخير فأفضل حالة للمهاجمين دي المدرسة اللي بشعلم أنا أسألك قبل ما نشوف كومان نارون كومان قال إيه سؤال لو لو أنت رئيس رئيس برشلونة وعندك المقدرة المالية المالية تقدر تعمل فريق يعيد برشلونة اللي أمجاد بمين اختار لي كده تلعت أربع لعيبة لو معاك بلوز الخازنة مليانة تقدر تجيب مين أربع لعيبة يقفوا يعني ويرجعوا برشلونة تاني اللي سابقوا عهداني يعني بدأنا هرجع ميسي خلاص خلاص طيب يعني لازم هالند 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 في البداية نحن محتاجين من سترايكر بالحجم ده ممكن يعني فيه لعيب إسماعيل بن ناصر إسماعيل بن ناصر ميلان أنا بقى حس برشلونة محتاج الروح دي في الضغط والافتكاك برشلونة عنده كل اللعيبة اللي بتلعب ستة بشكل عادي ومبيغطوش مساحات كتير في الملعب دي يونج يعني من كتر المدربين التعاقب وعليف برشلونة بقى كمان هو نفسه بحس بحالة العشوائية اللي حصلة في النادي حصلت عادي بس هو دينج يقدي الدور ده بامتياز بس لو أبسحت له كمان المعامة الهجومية بيكون أفضل لكن إحنا نريد لعيب زي ما بيقوله أنت واحد لعيب في نص ملعب زي كانتي كده زي كانتي أنا بشوف إسماعيل بن ناصر والله اسم كويس جدا لو ترينت أليكساندر أرنولد طبعا في البكرايد باكي مين أرنولد وجويلز كوندي مدافع إشبيليا لو محمد صلاح طبعا محمد صلاح بس ده فوق الخزينة دلوقت الرجل بيتكلم مش عارفين تفعله مرتب ولو عايز فلا الأسامي دي أعتقد أنها مناسبة لبرشلونة وبعدين بقى الأسامي اللي طالعا من لمسية تقدر بقى تخدم على هلند الهجوم وأهم حاجة في ده كله أنني أجيب إيريك تنهاج مدرب آيكس يدرب برشلونة في الوقت ده لأنه فعلا اسم مناسب خبير بالطريقة اللي برشلونة بنى تاريخه عليها ليه إيرس بيفضل برشلونة ليه تجربة سابقة في الشمس وغزلي جايلة وعمل عمل الأرقام هاي طبعا في الدور اللوناندي ومكتسح بأرقام كبيرة جدا على مستوى الهجوم واجهنا فريقا قام بالضغط علينا كثيرا لكنهم لم يستطيعوا الاستمرار وكنا متفوقين عند مشاهدة جميع الفرص التي سنحت لهم ولنا أستطيع القول إن النتيجة ليست عادلة لكن هذه هي النتيجة ولا نستطيع تغيير ذلك خسرنا المباراة ليس بسبب موقفنا أو طريقة لعبنا لأنني لا أعتقد أنه يوجد فريق آخر سنحت له هذه الفرص أمام رايو فاليكانو السبب هو أنه لم نسجل أي أهداف فقط لا غير أحمد بعض الناس بتقول أنه كمان سبب عدم قبول جماهير برشلونة والأول مرة بتحصل من فترات طويلة أنه في بيصفروا عليه أو المينزل وفيه وفيه المؤتمرات الصحفية أنه بعد المباراة ما بيعرفش يدير أو يخرج الصورة بشكل حتى يرضي جماهير بشكل أو بآخر يعني إحنا قلنا هو لعب 67 مع برشلونة هزم في 16 أنا متأكد من 16 مؤتمر الصحفي بتوع الهزيمة هم دول بنفس لغة الجسد بنفس كل التعبيرات اللي هو إحنا عملنا ماتش كواس جدا الفريق ضغط علينا النتيجة مش مستحقة بس إحنا بننافش نجيب جوان طب إنت أخدت موسمه خدت الصفقة الهجومية الكبيرة اللي أنت بتطلبها من السنة اللي فاتت اللي هي منفس دي باي رجع لك لعيب زي أنس وفاتي عنده فينش حيل على المرمى بتعرف توصل أعتقد أن الباقي بتاعك يعني 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 كل مرة بتطلع تقول إحنا بنعرف نوصل والفرقة بتضغط علينا وبيستغلوا أخطاءنا كل مرة انت بتعمل أنت بتدين نفسك يعني مش بتدين حد أنت بتدين نفسك لما تقعد تختلق أعزال وتختلق مبرنات ده 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 الشق الفني الشق أنا قاعد لا أنا ماشي هو بيستدعيها حتى لو الصحفين ما سألهوش هو بيستدعيها دايما وبيصدرها النقطة الثالثة أنه دايما بيلقي الكرة يعني بيلقي اللوم على اللعيبة ده بيخلق توتر يعني من غير داع أنت ممكن تدافع عن اللعيبة علشان يجي لك ممتش الجاي أو تاخد ريسك علشان يقدم أفضل مردود لي في المستقبل وتعرف تراهن عليه ولكن أنه كل مرة تلقي اللوم على اللعيبة وتصدر له التوتر ما أعتقدش دي الطريقة المسلى لإدارة مؤتمر صحف طيب نروح على الجانب الآخر ريال مدريد واتعادوا مع أساسونا بنتيجة 0-0 وشفت المباراة زيها ريال مدريد برضو كان يعني قدر يبني يعني قدر يسيطر على المتش قدر يقدم أداء كويس متوازن ولكن هو قدر مباراة بدنيا من الطراز الأول في الكلاسيكو قبلها بثلاث تيام بس أعتقد أن ريال مدريد كان متأثر بدنيا بشكل كبير جدا وكان متأثر أن مدريد لم يكن موجود في التشكيلة الأساسية وكان متأثر أنه لا يوجد الشراسة التي كان ريال مدريد عليها في الكلاسيكو في الجوة الثمانتاشر والدليل أنه برغم أن ريال مدريد كان أكثر محاولة ولكن المحاولة الخطيرة الكبيرة كانت الأساسونة كان يقدر يخلص المتش فيها وده نمط متكرر في المتشاط التي يتعادل في ريال مدريد السنة أنه يعرف يدير المتش كويس يستحوز يعمل كل حاجة بس ما يعرفش يخلق فرص خطيرة كتير تعال نبص على رقم المباراة برضو لأن فيه رقم كمان عايز أقف عنده طبعا أساسونة والتعادل 0-0 مع ريال مدريد طبعا الفرص زي ما بنتكلم اتنين فرص لأساسونة وست فرص طبعا لريال مدريد الفرقتين ما قدرواش يحلوزوا منهم أهداف الأهداف المتوقعة كانت لصالح ريال مدريد 1.0 مقابل 0.8 استحواز لصالح ريال مدريد بنسبة كبيرة يا أحمد 71% مقابل 29 نتكلم على التمريرات 75% مقابل 90% لريال مدريد نتكلم على التصويبات على المرمى رقم برضو كبير لريال مدريد 17 لكن فيهم ثلاثة بس ما بين القائمة والعرضة العرضيات 37 عرضية مقابل 8 لأساسونة والركنيات 11 فاللي كان ناقص ريال مدريد أنه يجيب جول بهذه الأرقام يعني اللي كان ناقص زي ما قلت لحضرتك مساهمة أكتر من خط النص في الأمطار الأخيرة أنشلوتي المتقفل بتلاقي الأرقام في العرضيات كبيرة جدا لأنه كنا تكلمنا برضو على النقطة لما ألابة بيسقط يعني لما بيبدأ مثلا بيلعب سواء بيلعب قلبة فاع أو بدأ الماتش باكلفت التمريرة المفتاحية ده أنا بستغل سرعة فينيسيوس وبستغل تطوره السنة دي أنه بيقوم كاسر لبرة فينيسيوس ما بعد الكاسر لبرة دي ما عندهش حلول كتيرة لحد دلوقتي بيقدمها وإن كان بيتطور بشكل متسارع جدا السنة دي في المعنى المدريد ولكن لسه برضو فينيسيوس مش كله كورة بيعرف يراوغ بها من الجناح بيوصل بها للمرمة بشكل ما ففينيسيوس بيساعد كتير بس سواء محتاج حلول من خط النص يعني مثلا إذا افترضنا أن أنا جناح وجات لي كورة سنيحها في مكان كويس وعرفتها راوغ أنا محتاج عشان أدخل محتاج لعيب خط النص على الأقل يجري بالباك ماذا نتكلم فيه 37 عرضية ما أحرص منها هدف طبعا دي أعتقد كمان رقم يعني صعب شوية اللي قال له أنشلوتين المدير الفني اللي ريال مدريد قال إيه بعد التعادل سفر سفر نشوف مع حضرتكم إنها قضية معقدة للغاية الشيء الوحيد الذي رأيته هو أن فينيسيوس كان يطلب من الحكم التحقق من حكم الفيديو المساعد ولم أستطع فهم السبب يبدو أن الخطأ يستحق ركلة جزاء لماذا لم يتحققوا من فار لا أعرف المشكلة هي أنه لا يمكن معرفة ذلك أعتقد أن في اثنتين من هذه المباريات الثلاث ضده شيريف وأوساسونا كنا نستحق الفوز على ما فعلناه على أرض الملعب صحيح أيضا أنه يتعين علينا التفكير في أنه نظرا لخصائصنا فإن هذه المباريات أكثر تعقيدا بالنسبة لنا يمكنك القول بأنني مجنون لكنني أحببت الفريق ليس كثيرا خلال الشوط الأول بسبب تغيير في الاتجاه وعدم السرعة الكافية ومحاولة بجهد لإيجاد حلول مع الكرة على اليسار الأداء كان أفضل بكثير في الشوط الثاني ولا أستطيع لوم اللاعبين على أي شيء أعطوا كل شيء وعلينا البقاء على هذا الشكل هل تصدقني أم لا أعتقد على العكس تماما تصريح أنشلوتي ورونالد كومان واضح جدا وزي ما قال أحمد أن حتى لغة الجسد زي ما بيقولوا لا فيه ثقة رغم التعادل لكن عنده ثقة في فرقته بيطلع بيتكلم لا فرقتي عملت مباراة كبيرة عندي ثقة في اللعيبة ده مهم جدا كمان أنشلوتي يتكلم على نقطة مهم جدا أنه قد واجه ويمكن بعض الجرائد أو جريدة في أسبانيا كتبت أن رئي المدريد بيحب الفرق اللي بتلعب معها لعب مفتوح أعتقد أساسونا كان بيلعب بشكل دفاعي منظم جدا في الشوت الأولاني والشوت الثاني ده العمل أزمة لأنشلوتي كمان اتكلم بشكل واضح جدا أنه سعيد بهذا النادي وسعيد بهذا الفريق وكلها نقاط إيجابية رغم التعادل لكن دي النقاط والرسائل الإيجابية اللي المدير الفني البروفيشنال بيعرف يتكلم إمتى ويدير المؤتمر الصحفي اللي صالح كمان فرقته يعني شغله مش في الملعب بس وعلى الخطوط بس لكن كمان برا الملعب إزاي يكمل هذا الشغل بالثقة والثقة في فرقته وكمان بيبعث رسائل إيجابية لجماهير الريا المدريد لسه مع المحترف عندنا حاجات كتير جدا نتباحها مع حضراتكم ومع طبعا النقاط بادي أحمد مجدي بعد الفصل أهلا بحضراتكم مرة تانية أحمد خلينا نروح للدوري الإيطالي الدوري الإيطالي أعتقد السنة دي فيه منافسة كبيرة يعني أعتقد المنافسة ما بقيتش بس على فرقتين ثلاثة لكن ظهر في السورة مقارنة بالسنة اللي فاتت ظهر نابولي نابولي بيقدم مصريات أكتر من رائعة على الجانب الآخر كمان روما مع طبعا جوزي مورينيو أمالة وطموحات كبيرة جدا للحصول على هذه البطولة بتتكلم كمان على يعني اليوفنتوس بعد الخروج كريستيان ورونالد من اليوفنتوس أعتقد الأمور مش ماشية بشكل جيد الميلا بيعمل أداء أكتر من رائع شايف الدوري الإيطالي إزاي السنة دي عدد كبير من الفرق ممكن تنافس لكن شايفه إزاي بصفة عامة طبعا زي محارتك تفضلت وقلت المنافسة في المقدمة مشتعلة جدا بالذات بين ميلا ونابولي نابولي ضيف دائم على الصراع القمة في السنوات الأخيرة طرح نفسه بقوة كاسم كويس اسم كبير في الدوري الإيطالي بس ميلا اللي هو متصدر الدوري حاليا زي ما بيقولوا ربا ضرات النافع يعني انت هو التلات مطشاط اللي هو اتغلبهم في الشامبيونز ليج وقضوا على أماله تعريبا في مجموعة صعبة فيها ليفربول واتليتك ومدريد خلوا يركز بشكل أكبر ممكن على الدور الإيطالي هو متعرضش الولا هزيمة حتى الآن في عشر مطشاط فميلا لا بيقدم مستوى يعني غير ان هو جيد بس بوضح ان بقى فيه نضج كبير في النتائج والحفاظ على النتائج لانه دي اللي كان بيعني منها ميلا في السنوات اللي فاتت انه فريق ما بقاش خفيف يعني بلغة الكرة زي ما بيقولوا يعني الماتش اللي فاتت جاي جون مبكر من أوليفيجي رو وإحنا كنا تكلمنا قبل كده ان قدي إيه لما يبقى عندك لعيب يعوض نجمك الأساس اللي هو زلتان إبراهيموفيتش بقى موجود دايما وقدر على التهديف وعنده خبرة ومتحمس وعايز يسبب نفسه كل دي حاجات بتديكوا عمق في التشكيل أوليفيجي رو بيقدم مستوى كويس جدا مع ميلا ما طلع الموسم ده وحسم أكتر من براء لو مش بالتهديف بالمساهمة في الأهداف بشكل عام فبيجيب واحد صفر في وقت ببكر وبيعرف يحافظ بيسير الماتش بشكل مثال لحد الآخر قدام خصم في ديربي تورينو معلش متأسف قدام خصم بحجم تورينو مش في الديربي لأن تورينو والديربي بتاعه مع ايفينتوس فميلا بيقدم مستوى ناضج وزي ما بيقولوا ربا ضرات النافعة ممكن تكون نتاجك في الشامبيونزليج مش أحسن حاجة بس تديك دافع أنك تكمل بشكل كويس في الكالتيو بإنتر ميلا بدأ وتعصر وبدأ وتعصر بس أعتقد أنه هيفضل رقم صعب في التنافس السنة لأنه مع تجديد عقد لوطارو كمان مؤخرا لسه النهاردة تقريبا مجدد عقد لوطارو لحد 2026 وهو عنصر مهم جدا في التشكيلة أليكسي سانشيز بيرجع يلاقي نفسه بشكل كويس جدا في التشكيلة السنة سيموني إنزاجي عمل توليفة كويسة جدا آه مش قادر يعني أعتقد أنه لو كان أنطونيو كونتي موجود دلوقتي كان هيبقى الشكل مختلف لأ كان انتر هيدوس من بدري قوي ولو كان لسه موجود لوكاكو أشرف حكيم يعني الحركة اللي حصلت في المركات والسنة اللي فاتت اللي اضطر لها انتر ميلا بفعل تدعيات أزمة فيروس كورونا أعتقد فرقت كتير جدا ولكن هيظل انتر ميلا رقم صعب في الدور الإيطالي وأعتقد أنه هيدخل السنة دي بقوة برضو يوفينتوس على الرغم من البداية المتعثرة والطلوع والنزول والتأثر براحيل كريستيار ورونالدو وسوق الحظ عانى برضو بصراحة من سوق حظ في ماشي ساسولو اللي اتغلب فيه 2-1 سواء على مستوى ساسولو كل ما كان بيوصل كان بيجيب أو على العرض كورة ديبال اللي استضمت بالقائم الأيصر اللي حارس مرما ساسولو ساسولو بيكسب يوفينتوس لأول مرة في التاريخ في ملعب يوفينتوس ولكن يوفينتوس أعتقد أنه هو هلاء مع أليجري التوليفة المناسبة ومع انتهاء الدور الأول هيكون يوفينتوس واضح بشكل كبير أوي ما كانه على الأقل في المربع الزهبي ولما يدخل يوفينتوس 19 ماتش التانيين وفي مربع الزهبي أعتقد أنها تكون له حصوص كويسة جدا خصوصا في المواجهات الفردية مع ميلا ونابولي وإنتر ميلا بيعرفيكسب هو المنافسات من النوع ده ومع عودة الجماهير كمان بيبقى العملية يبقى فيها ضغط طبعا لليبانتوس مازال اسم كبير طبعا في الكرة الإيطالية وقادر أنه يعود للمنافسة بالوقت يمكن في المركز السادس بعيد شوية لكن قادر طبعا على العودة لكن باتكلم على مورينيو بنتكلم على روما شوية روما يمكن في السنوات الأخيرة ما كانش بينافس شوية أنه يلعب في الدور الأوروبي لكن أعتقد الطموحات مع مورينيو والمشروع اللي عاملوا في روما بدأت الطموحات تزيد وليه روما ما يكونش متواجد على الأل في الشامزليج السنة اللي جاية وبالتالي الطموحات زادت شايف إزاي روما مع مورينيو السنة دي في الدور الإيطالي أعتقد ملامح المشروع لسه ما بانتش ولكن هو جاي يعمل مشروع يعني هو جاي يعمل مشروع هيفيده وهيفيد روما لأنه مورينيو ما كانش بيدرب وكان هيقعد كده أطول من اللازم بعيد عن دكة التدريب وده مش حالة معتادة بالنسبة لجوزي مورينيو وكان محتاج مشروع طويل أأم حاجة أن يكون مشروع طويل لفريق بيملك التحدي أن يعمل حاجة واسم كبير بحجم روما فملامح المشروع لسه ما اتضحتش ولكن هو حتى الآن مورينيو أعتقد أنه هو هينظر للمسم ده بشكل رقمي بحت أنا عايز أكون في المربع أنا عايز ألعب شامبيونز ليج السنة الجاية أولا ما يلعب شامبيونز ليج السنة الجاية هيعرف يعمل المركاته اللي هو يدخله شامبيونز ليج بدايتهم بشكل بسيط يعرف مورينيو على الأقل يرجع لنفسه الهالة اللي هو بيحبها أنه بقى مدرب من الصفة في أوروبا اللي بلعبه شامبيونز ليج المسم الجاي هيتضح فعلا ملامح إذا كان فعلا مورينيو عايز يعمل مشروع متكامل طويل الأمد لروما يخلق لهم فعلا جو تنافسي ولا لا هو حتى الآن في المركز الرابع في الدور الإيطالي أعتقد أن ده الهدف اللي هو بيحققه عنده ماتش مهم جدا جدا الجاولة الجاية قدام المتصدر ميلا لو عرف فعلا أنه هو يدخل بالمباريات الكبيرة لقلوب جماهير الجيلوروسي روما أعتقد أن مورينيو هيعرف يوجد التوازن اللي هو عايزه ويعرف يرجع نفسه لأن مورينيو عنده أزمة فقدان ثقة برضو أي أن كان الحالة اللي هو بيظهر بها في المؤتمرات الصحفية ولكن هو من قمة المجد في تشيلسي وريال مادريد وبعدين ترنح كبير مع منشستر رونايتد مع أنه خد لقابين في أول موسيم بس ألقاب دون المستوى كسر ربطة وكسر التعادل الأوروبي مش طموحات مورينيو بعد ذلك بحج منشستر رونايتد الإخفاق في تشيلسي بعد ذلك الإخفاق في توتنهام أو ما عملش اللي هو عاوزه في توتنهام بشكل نعام ابتدأ هو يحس أنه ليفله في الكرة ألف الحالة دي لما بتوصل المدرب يعاني من قدمة فقدان ثقة هو محتاج أنه هو مشروع طويل يلمس نجاحه ويدخل قلوب الجماهير واعتقد أن بوابته السنة دي لدخل قلوب الجماهير حاجتين أنه يكسب المنشطة الكبيرة يرجع روما يعرف يكسب ميلان ويوفينتوس وإنتر ميلان ونابولي بسهولة ويكسب يعني هو كان حزين جدا على الخط لما خرص الملاتسيو هالحاجات دي اللي بترجع مورينيو أنه درب روما اخسروا بالحاجات دي بتزعل مورينيو كان حزين أكتر كان مغلوب ستة واحد في دور المؤتمر الأوروبي لكن كمان العودة لأن ده اسم كبير كمان أنك خسران ستة واحد في المؤتمر الأوروبي وترجع وتفوز فيه السيريا ده كمان شخصية قوية جدا من مورينيو وسيقه كمان من العيبي تعالى نعرف برضو نتائج الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي ونشوف زي احنا عارفين أنه يمكن ميلان متصدر هذه البطولة الغد دلوقتي النتائج الجولة اللي فاتت من الدوري الإيطالي فينيزيا والهزيمة أمام سلستينا 2-1 سبيزا والتعادل مع جنوة 1-1 ميلان الفوز على تورينتو 1-0 ليفينتوس بيت هزم من ساسلو 2-1 أودينيزي تعادل مع فيرونا 1-1 سامدوريا هزيمة أمام أطلانطا 3-1 أطلانطا كمان من الفرق القوية جدا في الدوري الإيطالي أمبلي هزيمة 2 2-0 من الإنتر لاتسيو الفوز على فرونتينا 1-0 كالياري الهزيمة من روما 2-1 كمان كان فوز مهم جدا جدا لمورينيو وزا أنت بتقول وضع مورينيو في المربع الدهبي ويمكن ده زا أنت بتقول مؤقتا هو ده التارجت الأولاني واللعب على الشامزليج السنة اللي جاي لكن نيجي كمان لسه لأليجري أليجري يمكن بعد رحيل بعض الناس قال وهو ده كان التارجت عدم وجود من بداية قدوم أليجري وكان فيه زي ما بيقول ما فيش قابلية بالنسبة لرونالدو وأليجري بالنسبة لسيطرة رونالدو على الدريسينج روم أنت شايف أليجري مع اليوبينتوس إزاي السنة دي خاصة أنه بيعاني لغاية دلوقتي في السريعة يعني خلينا نقول الحاجتين الحاجة الأولانية كابتن أنه توقيت رحيل كريستيان رونالدو هو اللي كان مضر أكتر من رحيل كريستيان رونالدو يعني توقيت الرحيل اللي بعد ما كدخل فترة الإعداد وقال للعالم كله أنه أنه ليس ماشي يعني كتب عنده على مواقع التاصل الاجتماعي أنا ليس ماشي أنا أعطي يوفينتوس ووسائل ألم لابد أن تتحرد دقة وأSound وأ وخلاص أنا كمدرب كانت علاقتي بالنجم ده بس خلاص حبتتبعلي أنه في حساباتي يعني ده هذه مش عمل بلان بي أن أنا ممكن أجي بحد وهو أكون دماغه كان فيه خط هجوم حتى هو تحدث في البري سيزون أنه أنا بقى عندي دبالة وكيزة وكريستيان رونالدو قالها علنا رغم أنه قاعد كريستيان رونالدو في كذا ماتش في بداية الموسم على الدكة وده كان وضع غير مرضي لكريستيان رونالدو بس مستحيل يبقى عندك كريستيان رونالدو وما تبنيش عليه خطة اللعبة بتاعتك حتى لو في أسوأ مستوياته بيظل لعب عملاقه أسطور يعني ولكن توقيت رحيله أنه مشي بالزبط في آخر كام يوم في المركاتو فأفقد ديوفينتوس توازن كبير جدا سواء زي ما حارتك بتقول في الدريسنج روم والرغبة الانتصارية اللي عند الفريق أو في نفس الوقت أفقد اللاعبين بعض الثقة في أليجري أنه في الآخر خالص رونالدو عمل اللي هو عايزه ومشي ففي بعض الأحيان بتبقى فيه ظروف أقوى من المدرب ولكن أنا متأكد أن أليجري بخبرته في الدور الإيطالي وبخبرته مع يوفينتوس هيعرف يلاقي التوليفة اللي ترجعه زي ما قلت لحضرتك من شوية يعني مع انتهاء الدور الأول يوفينتوس هيلاقي نفسه مربع هيبقى وجد ما كانت مربع الزهب هيعمل إيه في مربع الزهب يمكن بقى في فروق النقاط هي اللي تحسن المسألة ساعات يعني لو ميلان فضل التسع ماتشات اللي جايين ماشيهم زي العشر ماتشات اللي في البداية ومخصدش ولا ماتش وعرف يحقق منهم عدد النقاط ده أعتقد أن ميلان هيفرق بدري قوي هيفرق بدري قوي ممكن ياخد الكالشيو بدري لو فضل ماشي بالمعدل ده ويستنى منافسه من نابولي أو انتر ميلان ولكن لو يوفينتوس هيعرف يوصل لحد مربع الزهبي أعتقد أن الإجراء هلاقي التوليفة المناسبة أنت عارف يا أحمد لما الواحد يتفرج كمان على الميلان مبسوط لأن يعني برضو ما فيش النجم الكبير بريموفيتش طبعا بنتكلم على جيرو لكن متوسط العمار صغير جدا كير طبعا مدافع الدنماركي الرائع لكن تحس إن الكورة جمعية بشكل حلو ما عندهمش نجم الأوحد ما عندهمش متوسط العمار صغير جدا العلاقة ما بين المدير الفني واللعيبة واضحة جدا أنها في هيرموني كويس قوي تعتقد أن ميلان قادر أنه يحصل على السيري آه رغم وجود زي ما بقول نابولي بشكل أكثر من رائع رغم في الطريق يوفينتوس متواجد الإنتر أكيد هيرجع في وقت من الأوقات هل الميلان خاصة الميلان لأنني أتكلم عن الميلان لأن كان متواجد السنة الفاتي بشكل قوي لكن وجوده طبعا في التشامبزلي كان ليت محط وعتقد محط دي راحت بشكل كبير ميلان استفاد طبعا من الكنافس الكبير اللي هو دخل السنة اللي فاتت على لقب سكودتو وصل لحد ما راح الأخير كان مرشح للتاتويج باللقب بعد فترة كبيرة أنا فيها قبل كده زلتان إبراهيموفيتش لي دور بره الملعب واضح أنه جدا فرق في شخصية لعابة ميلان سيمون كار زي ما حراتك قلت لي دور قيادة كبير جدا راحل دوناروما فنيا مش أحسن حاجة لكن راحل دوناروما ريح إدارة ميلان من صداع كبير جدا كان اسمه دوناروما والعروض اللي بتجي لدوناروما وقوة دوناروما مع إنه سنه صغير وإعلاقة دوناروما المتوترة بجمهور ميلان كانوا بيرملوا فلوس في الملعب وهو بيلعب مع مباراة الفريق في تهكم على علاقته بالنادي ورغبته في الرحيل غير عوامل تانية زي عاجات في النص اللي هو مثلا الأداء الوحش هو حظوم برضو كان سيء في ماتش ليفربول بالزات في الشامبين في الماتشين بصراحة ماتش أتلتكو مادريد كان حظوم وحش جدا في سانسيرو فالخروج البادري أعتقد من الشامبين وزليج رايح الحسابات كلها ولكن في اسمين بارزين جدا ما نقدرش ننسيهم لما نتكلم عن طفرة ميلان أو عودته للتنافس على الأقل على اللقاء بالسكوديتو هما ستيفانو بيولي وباولو مالدين ستيفانو بيولي المدرب اللي جاء من اللاشئ كده اللي هو مش متوقع خالص إن ده اللي كان يحل أزمات ميلان أو يمشي ميلان على الطريق الصحيح فجأة بيمشي ميلان على الطريق الصحيح وبمنتهى الحكمة وبروية وبيسير قودة لبسي كانت متوترة جدا بمنتهى الحرفية وبمنتهى الإتقان وبقدر من المشاكل غير من وصول باولو مالديني في المنصب التقن الرياضي اللي هو بيتولف في ميلان لما بقى عندك أهم من أهم الأساطير في تاريخ ميلان وإيطاليا موجود في المركز ده وموجود في المنصب ده وينجح في أول موسم ليه أنه يحقق شكل مختلف لميلان ده بيديه هو نفسه سقة أنه ينفس اللي هو عايزه في الموسم اللي بعده وميلان قدر عملية مركاته ممتازة جدا ومع رغم كورونا في الأعراض البسيطة اللي جات ورجعت وفي الانتدابات البسيطة اللي جابها من الدوري الإيطالي أعتقد ميلان لأي نفسه السنة دي بشكل كويس جدا في الدوري الإيطالي هيعرفه ينافس بشكل أكثر شراسة من الموسم اللي فات ولما هيوصل للمحطات الأخيرة هيكون نفسوا أطول والأهم من ده كله الفترة اللي احنا فيها دي يعني الفترة اللي احنا فيها دي التسع ماتشات اللي هو من هنا لحد نهاية الدور الأول لو ميلان عارف يقدم نفس المردود اللي قدمه في أول عشر ماتشات أعتقد هو المرشح الأوفر حظا الأوفر للحصول على الأسكوديتور طيب نروح لمباراة ساسولو واليوفينتوس نشوف أرقامها لأن تقولت يعني كان اليوفينتوس بيقدر بشكل جيد كان ينقص بس إحراز الأهداف الأهداف ساسولو طبعا والفوز على يوفينتوس 2-1 فرص أربعة لساسولو وأحرز منها هدفين فيه تسع فرص لليوفينتوس قدر يحرز هدف واحد من التسع فرص نسبة الأهداف المتوقعة كانت لصالح ليوفينتوس بفرق كبير 2.3 مقابل 0.6 استحواز 57% لصالح ليوفينتوس التمرات الصحيحة 88% مقابل 86% لساسولو التصويبات على المرمى 14 تصويبات لليوفينتوس منها أربعة ما بين القائمة والعرضة مقابل 8 لساسولو العرضيات 16 لليوفينتوس 6 ساسولو ركنيات 4-4 زي ما أنت بتقول يا أحمد المباراة كانت إلى حد كبير في صالح ليوفينتوس لكن النتيجة النهائية اللي بتحسن من المباراة لكن واضح أن كان ممكن جدا تكون النديدة النتيجة أفضل لليوفينتوس يعني يوفينتوس مقدمش مطش كبير قوي بس يوفينتوس كان متماسك كان قادر يعمل شكل هجومي في أكتر من وقت في المطش توقيتات الأهداف كانت محبطة جدا بالنسبة لهدف ساسولو والكرة بتعدي بالل على القائم كانت هتغير أمور كتيرة جدا في الشروط الأول لو كانت أحرزت في الوقت دوة ويوفينتوس عارف يرجع للمطش بدري أعتقد أن يوفينتوس عانى من سوق حظ بسيط يعني مش مش ما بحملش القصة كلها لسوق الحظ ولكن يوفينتوس يعني ما استحقش الفوس بنسبة 100% ولكن هو عانى من سوق حظ كبير في المطش ده طيب تعالى نشوف ترتيب أو جدول ترتيب يمكن بعد الجولة العشرة من السيريا أو وعفقد الميلان زي أنت بتقول الميلان لم يخصل لغاية دلوقتي في السيريا أو وكذلك نابولي عنده مطش دلوقتي بيلعبه بيلعبه دلوقتي مع بولونيا لكن ترتيب لغاية دلوقتي الميلان في الصدارة بـ 28 نقطة نابولي في المركز الثاني 25 نقطة لكن نابولي بيلعب مباراة حلية يمكن من 8 مباراة عنده 25 نقطة لو فاز النهاردة أعتقد هتساوى مع الميلان في المركز الأول الإنتر في المركز الثالث بـ 21 نقطة عندنا روما في المركز الرابع ودي قفزة لا بأس فيها لطبعا فريق مورينيو ووجوده في المربع الزهبي أطالنطا من أقوى الفرق وبتلعب كورة رائعة في الدوري الإيطالي أطالنطا في المركز الخامس لاتسيو في المركز الساتس اليوفينتوس في المركز السابع وفرونتينا في المركز الثامن في المركز التاسع ساسولو بـ 14 نقطة العاشر فيرونة 12 نقطة بولونيا في الـ 11 بـ 12 نقطة أمفلي في المركز الـ 12 بـ 12 نقطة تورينو في المركز الثالث بـ 11 نقطة أودنيزي في المركز الـ 14 بـ 11 نقطة السامدوريا في المركز الـ 15 تسعة نقاط فينيزيا في المركز الـ 16 نقاط وأكيد طبعا السبيزيا دي في المركز السبعتاشر تمان نقاط جنوى وفي المركز الثمنتاشر سيلز نياتا في المركز التسعتاشر وكالياري في المركز الأخير بست نقاط يعني بين من الجدول زي ما احنا تكلمنا هم ست فرق أعتقد الميلان في القمة نتكلم على إيه رأيك في الترتيب يعني هل لسه طبعا احنا في الأسبوع العاشر النهاردة لو نابولي بيلعب دلوقتي لو نابولي كسب حيبقى في المركز الأول مع ميلا لكن رؤيتك خلال الجدول إذا كان في القاع أو في الوسط أو في المقدمة يعني زي ما قلت لحضرتك أنا متوقع يعني التسع مرشات اللي جايين دول هيفرقوا جدا في شكل من هنا لحد انتهاء الدور الأول هيفرقوا جدا في شكل الدور الإيطالي وإن كان أنا لسه برضو مصمم أنه ميلا عنده حصوص كتيرة جدا السنة دي في الوصول للأمطار الأخيرة وهو متصدر وإن أنا ما بأخفلش اسمين هما إنتر ميلان ويوفينتوس طبعا لأن إنتر ميلان قريب جدا مش بعيد وفي نفس الوقت عنده الاستقرار وفي أكتر من عام الموضوعي بيؤكد أن إنتر ميلان هيعرف يوصل زي تجديد عقد الأوتار وزي عودة أليكسي سانشيز لبعض من المستوى السابق والتوليفة اللي بيخلقها سيموني إنزاجي رغم شوية يعني بيبان عليه بعض التوتر على الخط ولكن طبيعي لأن أول موسم ليه مع فريق من القمة الأوروبية بحجم إنتر ميلان يوفينتوس زي ما اتكلمنا أنه هيعرف يلاقي طريقه المربع الزهبي لاتسيو بيقدم مستوى ممتاز جدا يعني بغض النظر عن مكانه من مقدمة بيحتل المركز السادس ولكن هو عارف بقي لقي أداء كويس جدا مع ساري بيدرو رودريجيز بيعمل معه مستوى كويس جدا في الأسابيع الأخيرة من بعد ماتش روما بالذات بيدرو جاب جون في ماتش فيورنتينا حسن بيه المباراة هدفها جميل جدا برجل الشمال في أقصى المقصر تحارس فيورنتينا أعتقد بقية المراكز لسه الدنيا ما تضحطش وإن كان يعني مثل النتان أو كالياري يعني سبع نوقات وست نوقات مع جنوة أو قدام لسه الفوارق في القاعة زي ما حدتك عارف بتبقى في جولة ممكن تطلع عن ناس كلها أو جولة تطلع الناس كلها فلسه شكل الدور الإيطالي يعني أعتقد من هنا لحد نهاية الدور الأول الدنيا هتكون أوضح طيب لو جبنا سيرة الكرة الإيطالية ونتكلم على مستوى التدريب كونتي كونتي عقد رأيك بعيد عن الدور الإيطالي شوية يمكن أكلم على انتقاله للمان يونيتد هل تعتقد أن سولشاير كمان خلاص كومان مشي سولشاير وجود كونتي على رأس الإدارة الفنية قريب في المان يونيتد ولا زين الدين زيدان وعلاقته برونالدو من خلال وجوده في ريال مدريد هيكون لي رأي آخر وتفضيل يمكن زيدان على كونتي في الإدارة الفنية للمان يونيتد في حالة إقالة سولشاير يعني خلال أول نقول أن إقالة سولشاير تحدد لها موعد زمن يعني اتعمل زي ما يعني هو قاموا دعموا بكل الطرق سولشاير ولكن اتحطت لها بلان يعني لما عملوا الانونسمنت البوست اللي على الفيسبوك أنه إحنا بناء دعم سولشاير في المباريات السلاسل المقبلة الجملة دي معناها أن انت كل حاجة هتتحدد على الثلاث مرور تطلع تسريبات النهاردة كان فيه تقرير في المرور أعتقد المرور أو الديلي ميل بيتكلم عن أنه لا مفيش ثلاث ماتشاط هو توتن هامل اللي جاي ده ماتش توتن هامل اللي جاي ده أي تعصر خلاص أي تعصر هيقل سولشاير وأعتقد أن ده أقرب للمنطق لأن جمهور بعد الخمسة بتاعت ليفر فول مفيش حمل أي تعصر تاني يمكن حتى لو بالتعادل يعني موضوع مش هجار سريح طيب أحمد معنا على سكايبة جوليو سيرجو طبعا على خلال سكايبة طبعا ده الحارس البرازيلي الرائع وليه جوالات ويعني مباريات كبيرة جدا في الدوري الإيطالي من خلال روما وطبعا من أفضل حراس المرمى في أمريكا الجنوبية بنرحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي سائل خير على الجميع وشكرا لكم بنرحب بك مرة تانية على شاشة قناة النادي الأهلي وخلينا تكلم أنت طبعا حارس مرمى رائع على مستوى أمريكا الجنوبية والعبت في الدوري الإيطالي بشكل أكثر من رائع قبل من نتكلم على الدوري الإيطالي ونتكلم على منتخب البرازين خلينا تكلمك حارس مرمى عظيم دلوقتي حراس المرمى اختلفت شوي عن القرن الماضي أو العشرين سنة الماضية أن دلوقتي حارس المرمى بقى عنصر مهم جدا جدا لأي مدير فني في التاكتك في الشكل الخططي للفرقة وده أعتقد أنت لي رأي لأن مهم جدا جدا نسمع الرأي من حارس مرمى كبير زيك بكل تأكيد حراسة المرمى اختلفت هذه الأيام عن الأيام الماضية الآن أنت ترى والجميع يرى أن التكتيك ومباراة كرة القدم والخطة وكل شيء يبدأ من حراسة المرمى وإذا كان حارس المرمى لديه بعض الفنيات الخاصة باللعبين المهارين هذا قد يصنع الفارق في بداية الهجمة وبداية اللعب لذا كما تحدثت أنت عن هذا الشيء يجب على حارس المرمى أن تكون لديه بعض المهارات الخاصة من أجل أن يبدأ الهجمة ومن أجل أن يبدأ اللعب والعديد من المديرين الفنيين في هذه الأيام يقومون ببناء خطة اللعب من حارس المرمى ما فيش شك طبعا ده عنصر أساسي وعنصر على المستوى التكتيكي حراسة المرمى لكن كمان خلينا نعرف منك مقاومات حارس المرمى نتكلم خاصة حارس المرمى مركز معقد شوية لازم يكون في بعض المخاومات والصفات اللي يمكن تختلف على لعيب الملعب نفسه هي أهم المواصفات دي من خلال الاتزان النفسي من خلال التدريبات المختلفة من خلال كمان القيادة من الخلف لأن طبعا حارس المرمى كمان عنده قدرة أنه يكشف الملعب كله مواصفات العالمية اللي حارس مرمى عالمي أهم شيء لكي تصنع حارس مرمى كبير هو طريقة التمرين وطريقة التدريب أسليب التدريبات في هذه الأيام اختلفت كثيرا عن الماضي الآن هناك تكنولوجيا وهناك كرصات وهناك تمرينات بدنية خاصة بحراسة المرمى الآن العالم تطور ولا تطورت إذا ما نبدأ بأم شيء هو التمرين التمرين وطريقة التدريب ثم التمرين البدني الشيء الآخر الأهم بالنسبة لي هو النفسيا يجب أن تتعامل بطريقة نفسية مختلفة عن اللاعبين بالنسبة لحارس المرمى لأن حراسة المرمى لديها مميزات ولديها أشياء خاصة كبيرة جدا مختلفة عن جميع اللاعبين إذا ما قمنا بالترتيب أول شيء التمرين ثم التدريبات البدنية ثم التمرينات النفسية والطبيب النفسي وهذا ما يؤثر بشيء الإجابي لكن هناك أشياء أخرى يجب أن يقوم بها حارس المرمى يجب أن حارس المرمى أن تكون لديها سقة كبيرة في نفسه وأن يهتم بالمخزونة البدنية لديها كمان في لقطة قدامنا وكان طبعا وجوده كحارس مرمى لفريق روما أمام فريق بريتشيا طبعا ده في الدوري الإيطالي سنة يمكن 2010 ويمكن إصابته ويتحمل على نفسه بشكل كبير جدا وكانت إصابة قوية تحمل على نفسه طبعا في خلال المباراة لأن كانت تغييرات كمان خلصت وتحملوا على نفسه في وقت كان صعب جدا دي كمان القدرات الخاصة لللاعب وخاصة حارس المرمى أنه هو ممكن جدا يكون عنده نوع كبير جدا من المصابرة وقوة الأداء وقوة التحمل ده شيء مهم شفناه فيه من خلال يمكن مباراة روما أمام فريتشيا سنة 2010 مباراة بريشيا مباراة أيمن في زهن جوليو سيرجيو وزهن جماهير روما هذا ما أكد على العامل البادل الذي تحدثت لديه يجب أن أكون صديقة ما كنت تتألم بشدة كان ألم شديد ست دقائق من الوقت بدل الدائع وكانت روما متأخرة أمام بريشيا في النتيجة وانتهت التغييرات وانتهت كل شيء اليوم الوحيد الذي بكيت فيه في ملاعب كرة القدم كان أمام بريشيا ولكن الأمر كان أكثر من ذلك حب روما وحب تيشيرت روما وشعار الجل روسي وما جعلني أستمر بجانب هذا تلقيت بعض العلاج من خلال الطبيب الخاص بحراسة المرمى وتحملت على نفسي وتحملت على نفسي وذلك لأننا نتمرن بعد التامرينات البدنية من أجل هذه المواقف قد تتعرض لمثل هذه المواقف وقد تعرضت لها بالمثل كما تشاهدون الآن أمامكم كانت إصابة مؤلمة وهذا حرص الطبيب الحراس طلب مني إذا كنت أستطيع أن أتحامل أو أتتم إلغاء المباراة كانت روما متأخرة في النتيجة وكان هناك خمس دكاية وقت بدل ضائع بكيت واستمريت في اللعب من أجل أن تعود روما في النتيجة لكن لأن خروجي من الملعب كان سيخسر روما لعب آخر ولهذا تحملت على نفسي هناك بعض التامرينات على ذلك ما فيش شك طبعا الإصرار والإرادة دي والعزيمة ويعني ده من يعني يعني مواصفات اللعب الممتاز وخاصة في حراسة المرمى بس خلينا أسألك كمان على حراس المرمى وفي عملكة حراس المرمى بنتكلم على أجيال كبيرة جدا زمان ما كانتش التكنولوجيا ما كانتش موجودة بشكل كبير وكان الاعتماد على تدريبات الشخصية بدون التكنولوجيا هل انت شايف أن بالذات حراسة المرمى هي الموهبة أم الصناعة لأن فيه جدل كبير حوالين هذه النقطة أنه ممكن آه طبعا لازم تكون الموهبة موجودة لكن صناعة حراسة المرمى هل هي بالأساس تعتمد بشكل كبير دلوقتي على التكنولوجيا وعلى التمرينات من خلال أدوات كتيرة جدا وجهة نظرك إيه في النقطة دي نعصي أنه ما نصي فاكر يا ربورتي لا شيء صعب جدا صناعة لا ليست صناعة حراسة المرمى ليست صناعة كد تصنع أي شيء لكن لا تستطيع أن تصنع حارس مرمى كبير موهبة في الأول والآخر ثم تمرينات وتدريبات ثم تستمع لنصائح مدرب حارس المرمى ثم تستمع لنصائح المدير الفني ثم يجب أن تتبع بعض التنفيذات وبعض التعليمات التي يجب أن تتعامل معها في المباراة ليست صناعة لن تستطيع أن تصنع شيء ولا تستطيع أن تصنع شخص هي موهبة في أول الأمر ثم بعد العوامل تستطيع أن تتغلب عليها إذا لم تغلبت عليها ستصبح حارس مرمى كبير هناك العديد من الحراس كدينو تزوف واتشيلافيرت وكامبوس ومانويل نوير وأليسين بيكر لا تستطيع أن تصنع هؤلاء جارويجي بوفون دينو تزوف عزماء تافيريل في البرازيل هؤلاء لديهم الموهبة العظيمة وهؤلاء لديهم مميزات مختلفة عن أي حالة موجود أوليفا كان وبيتر شمايكل في أسماء كبيرة جدا كانت بتعتمد أكيد على الموهبة وليس على الصناعة أكيد بفضل بورتياري ديشي طيب بالنسبة طبعا عرفنا أكيد طبعا الموهبة عامل أساسي كبير جدا وجدت نظرك مين أفضل أربع حراس على مستوى العالم حاليا نوع بورتياري أم واحد في العالم وفي النسبة لي أوبلاك يعني أوبلاك حارس عظيم ويقدم أداء رائع مع الأتليتيكو وهناك حارس ثالث أنا معجب به جوليو سيسر برليامو أديسو ثم منو النوع العظيم ويقدم أداء رائع صحيح كلها أسماء وحراس مرمى كبيرة جدا جدا جعلها على مستوى العالم لكن كمان خلينا أقوله لو دلوقتي كمان بيطلع من أفضل ماتش لما يكون حارس مرمى هو يكون من أفضل ماتش على سبيل المثال وأكيد هو كان متواجد أو متابع طبعا كاس العالم 2018 في روسيا رؤيته للحراس المرمى المصريين خاصة محمد الشناوي وحصوله على من أفضل ماتش في المبرارة الافتتاحية في كاس العالم 2018 هناك بعض الأسماء العظيمة التي حارست مرمى منتقب مصر شناوي يعجب أن يعلم العالم جميعا أن مصر لديها أن الشناوي حارس من أعظم من تواجده في حراس المرمى منتقب مصر لقد رأيت مباراة الشناوي منتقب مصر أمام الأوروغواي وحصل على مان أفضل ماتش كانت جائزة يستعقها بقدر وشاهدت الشناوي أمام بالمراس وكيف ساهم في حصول الأهل على البرونزية صحيح طبعا محمد الشناوي يعني أعتقد يعني إن شاء الله بإذن الله مستيرة لسه قدامه طويلة ويعود من الإصابة على ألف خير عايزين نسألك على الكرة الإيطالية ولسه كنا منتكلم مع طبعا نقودنا أحمد على الكرة الإيطالية شايف الدور الإيطالي زي السنة دي وهل تأثرت الكرة الإيطالية برحيل طبعا كريستيانو رونالدو عن اليوفينتوس كريستيانو رونالدو واحد من أعظم اللعبين في كل الأيام وكل الأزمنة يتأثر بالطبع يتأثر لأن كريستيانو رونالدو دائما ما يجلب أنظار العالم لديه وهؤلاء نجوم أمثال ميسي ورونالدو أنت رأيت الكلاسيكو كم تأثر برحيل ميسي ورحيل كريستيانو لكن الدور الإيطالي يبقى أعظم الدوريات في العالم أو ما بين أعظم الدوريات في العالم ولدي جماهير ولدي عشاكو لكن كريستيانو رونالدو الدور الإيطالي لن يترحل أو لن يتأثر برحيل كريستيانو رونالدو لكن يبقى كريستان واحد من أعظم اللاعبين في العالم السؤال الأخير قبل منهي الحوار معاك توقعاتك للبالندور ورأيك في تواجد محمد صلاح إن شاء الله يكون متواجد في الشورتليست توقعاتك للفائز بالبالندور أحسن لاعب أو جائزة الزهبية الأحسن لاعب للموسم المنقادي صلاح يصنع المجد ويعمل أشياء خارقة في قرة القدم ليس فقط هذا العام ولكن منذ عدة أعوام وصلاح يصنع المجد لقد صنعوا في فيرونتينا وصنعوا في روما وتألق ونضغ في ليبربول محمد صلاح يستحق كائزة كبيرة كالبالندور ويستحق هذا لأنه لعب خارق وفعل الأشياء الكثيرة وجد تفوق على رابح ماجر وتفوق على لعبين كثير في أفريقيا محمد صلاح فقرة لمصر يجب أن تفتكروا به ويجب أن تتغنوا به لأن مصر لن تنجب العديد مثل محمد صلاح لسا فقط في مجال كرة القدم صلاح كنت قريبا منه ونتحدث لكن لعب يشتغل على نفسه كثيرا ويستمع دائما للنصاح ويطور من نفسه يجب على الشعب المصري ويجب على الإعلام المصري أن يكون فخورا من محمد صلاح وإذا ما سألتني عن حزوز محمد صلاح بالفوز بالكرة الزهبية أنا عامل قادم سيكون هو الفائز بها إذا ما استمرنا بمستوى إن شاء الله يعني نشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا على شاشة قناة النادي الأهلي وزي ما بيقول إن شاء الله بإذن الله إذا استمر محمد صلاح على هذا الأداء وهذا التقلق أكيد هيكون الحاصل على البلندور هذا العام ولكن محمد صلاح دلوقتي هو أفضل لاعب في العالم فاصل ونرجع نتواصل في المحترف أهلا بحضراتكم مرة تانية أحمد تعالى نتكلم زيما للتقرير كاس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية ودور الستاشر ونتائج فيها مفاجآت ما فيش شكل لكن دايما دايما مباراة الكاس وده نتكلم عليه إن المدير الفني دايما بيشتغل إنه يحط الفريق التاني يدي الناس اللي ما بتاخدش يمكن من خلال البريمير ليج يديله بعض الماتشاط شفت مفاجأة وست هام والفوز على المان سيتي إزاي طبع منشستر سيتي عانى من الماتشاط يعني من ماتش شبه الماتشاط اللي بتعثر فيها السنة دي كلها أو عموما مع بيب جوردي ولا إن ماتش بيوصل فيه للمرمة كتير جدا ولكنه بعجز عن تسجيل أي هدف فكلات الترجيح طبعا ما لهاش أي قواعد أو مقييس وبشكل ما الجولة دي كلها في كاس الرابطة على الرغم من إن كاس الرابطة مش أولوية الفرق الكبرى الإنجليزية اللي هي بتنافس أكتر على الدور الإنجليزي وعلى الشامبيونز ليج ولكنها بتظل مهمة في عداد البطولات لكل مدرب ولكل نادي في آخر الموسم وعشان كده فريزا ليبربول قادر نوى يدخل للماتشاط اللي هي أقل أهمية دي بتشكيلها مثلا تحتوي على أوريجي مثلا على مينامينو على أسامي بالكواليتي دي يقدر يحسب بها الماتشاط وده اللي عملوا مع إن الخصم كان أقل منه بكتير جدا يمكن النتائج قدامنا أحمد ونتكلم أن تشيلسي كمان كان عنده كان عنده مشكلة أمام ساوس هامتون كان فيه تعادل ويمكن أن تشيلسي تقدم أو فاز بدربات ترجيحة 4-3 الأرسنال فاز على ليدس 2-0 كوينس بارك رينجرز كمان كان التعادل بعد سندرلاند والخصارة 3-1 بدربات الجزاء ستوك سيتي إنهزم من برينت فورد 2-1 ووست هام يونيتد كمان زي ما بنتكلم مع المان سيتي والتعادل 0-0 والفوز بدربات الجزاء الترجحية 5-3 ليستر كمان على مستوى دربات الجزاء بعد التعادل 2-2 مع برايتون بيفوز 4-2 بيرنلي والهزيمة أمام توتن هام 1-0 وبرستون طبعا أمام لبرفول 2-0 زي أنت بيتقول يا أحمد دايما المباراة الكاس بيكون فيها مفاجآت لكن وست هام بشكل خاص تحس أنه أقصى الدور اللي فات دور الـ 32 الفريق الأكبر كمان فيه منشستر اللي هو المان يونايتد ويه عنده طار مع منشستر خرج الفريقين بشكل فإزا ما أنت بتقول فيه أولويات لكن تبقى في النهاية بطولة بتضاف إلى خزينة النادي بالضبط وست هام كمان السنة بيقدم كرة كويسة جدا بوجود اسمين زي سعيد بن رحمة ومايكل أنتونيو فيه نقطة مهمة أن أرسنل ماشي بمنحنة تصعود سواء في البريمير ليج أو في كسر رابطة يعني جماعة أرسنل بتأمل أنه ما يفقدش المساري التصعود ده برينت فورد برضو بيحط نفسه بين الكبار في إنجلترا حتى ولو بالوصول لمراحل أكثر تقدما في بطولة بحجم كسر رابطة الإنجليزية بتضاف إلى المستوى الجيد اللي بيقدمه في البريمير ليج في أولو موسي زي ما احنا شايفين تسعة فرص وفرص منها فرص حقيقية ما قدرش يحق طبعا منها ولا هدف طبعا المان سيتي أمام وستهام والأرقام قدام حضراتكم الهدف كمان المتوقع كان بشكل كبير لصالح المان سيتي 2.4 بنتكلم على استحواز للمان سيتي بنتكلم على التمريات الصحيحة للمان سيتي 90% بنتكلم على التصويبات 23 تصويبا للمان سيتي طبعا 8 ما بين القائمة العرضة في وستهام 7 تصويبات فقط عربيات 14 للمان سيتي مقابل 10 9 يعني ضربات ركنية لصالح المان سيتي مقابل 2 زي انت بتقول في بعض المباريات وخاصة لما بتلاعب فريق مش هيقولك بدافع بشكل أو بخر لكن عنده نواحد فعية بشكل أكثر المان سيتي عنده فرص بيقلق فرص لكن ما بيسجلش الزبط وده فاتب بعد جريليتش كان صفقة هاري كين يعني الهدف الرئيس اللي جواردولا فعلا كان بيسعاله في المركات واللي فات هو هاري كين لو فعلا كان قدر منشستر سيتي يجيب هاري كين في الوقت ده اعتقد اننا كنا بصدد نسخة لا ترحم اي نادي انجليز لانه هي القصة كلها اننا من الثلاثة وعشرين كرة اللي على الجون انا شط تمانية اون تارجد ده الوحدة الفرق ده كله بيعبر لك عن مستوى الفينيش مع كامل بين التمانية ما جبتش ولا جون ده بيعبر لك انك بعيد جدا جدا يعني يعني محتاج حد يكسف القدرة التهدفية لك في ظل بقى ان انت عندك كل عوامل احسن فريق في العالم تقريبا بيصنع اللعب بكل خطوطه سواء بقى من خلال رياض محرز او فودن او راحيم سترلينج حتى جابريل جيس اللي هو اللي على الورق الرقم تسعب هو دوره الاساسي في كمحطة وكصناعة اللعب او خط النص ورد بروين وجندجان عندك اساق رودري وفرناندي اسامي كتير جدا بتصنع اللعب في منشستر سيتي ولكن ما فيش اسامي كتير تنهي يعني دي الحلقة النقصة المفقودة في خطة بيب جوارديولا وده كان هيبقى مهاجم جديد على بيب جوارديولا يعني حتى بيب جوارديولا ما تتعاملش كتير مع مهاجمين بوكس في الصندوق كده حتى في برشلونة في أزهر فتراته قعد مع سامول اتو موسم واحد ومشاه زلطان ابراهيم موسم واحد ومشاه الحد ما جدي بتفيا اللي هو المهاجم اللي قدر يبني عليه طريقة لعب وهو مهاجم متحرك جدا ما بيرتكسش كمحطة بيجي من وره بيسام في صناعة اللعب ده منها ماتش ليفر بول السنة دي هو الفريق الوحيد اللي قدر يحط ليفر بول في موقف محرق جدا في الأنفلد وكان قادر يخلص الماتش كله بينهم اللي هو خلص اتنين اتنين بتقلق اللي جاء في محمد صلاح الجون العالمي بتاعه وصنع هدف تاني للساديو ماني اعتقد ان منشستر سيتي عمل كل حاجة في الكورة بالزاد في أول خمسة واربعين دقيقة ولكنه عانى سيتي طالما انت بتقول والناس شايفة مش انت بس يعني معظم الناس حتى على مستوى التحليل الفني للمان سيتي هنقصهم سترايكر هدف هل تتوقع ان يكون موجود حد في الترانسفير اللي جاي اعتقدنا هو هجيب مهاجم يعني هو ما فيش فرص كتيرة متاحة ده دوقتي ولكن منشستر سيتي لما يحب يجيبها يجيب يعني مش هيلقي اي مشاكل بس في الوينتر ما اعتقدش ان هو هيعرف يجيب الاسم اللي هو عايز هو جورديولا بيحبز هلند اسم زي ده بيجيش في الشتة اسم زي ده بيجي في الصيف بخطة مركاته محترمة جدا تبني لها رقم كبير جدا لانه متوقع المركاته الجاي بتاع الصف الجاي هتبقى الارقام المطلوبة بقى في هلند ومبابي والاسم دي بعد التعافي من ازمة فيروس كورونا رقم عالية جدا جدا خصوصا لو مبابي ما جددش اسم مبابي لو ما جددش هو في طريقه لعدم التجديد غالبا مش هجدد رايح بالمدريد فري ولكن هلند هو الاسم اللي اعتقد مقنع لجورديولا كسترايكر ومقنع العالم كله جورديولا بيحاول يوجد التوليف اللي هو عاوزها قبل ما يبتدي التجربة تكون مملة ليه بصراحة في منشستر سيتي لانه هو كان نصرح نهاية الموسم اللي فات انه هو عايز تجربة مع منتخب محتاج يرتاح شوية بعد الأكبار عن توليل دارة الفانية منتخب أسبانيا لكن يمكن ده البلان اللي جاي يمكن هو عنده فكرة مجنونة تانية انه يدرب البرازيل هو عايز يدرب البرازيل لانه عايز كوالة اللعب البرازيلي بالنسبة له شيء مختلف بعد استراحة موسم أو موسمين ولكن هي التجربة قبل ما تبقى مملة بالنسبة له عتاق نواة جوارديولا بيحب بيجرب شيء جديد واخذ عليه في تجربة منشستر سيتي انه هو أنفق مبالغ طائلة جدا ومحققش كل الأهداف هو عمل نادي تاني منشستر سيتي غير النادي اللي كان قبل ببقى جوارديولا بالتأكيد فرقة كرة تانية خالص غير لكن الحصول على مثلا دورة أبطال أوروبا ما فيش أي حاجة انقصوا انه يحصل على دورة أبطال أوروبا لاستقرار لاسكواد لعيبة لأداء يعني لشكل مدي منتظم النادي بقى محفظا لكل اللعابة الكبار في أوروبا بيعرف يستقدم من الليجة بيعرف يستقدم من جوه البريمير الليج بيعرف يجب من الكالشيو بيعرف يجب أي لعيب هو عايزه في أي وقت فالهدف الأكبر اللي هو دورة أبطال أوروبا في ببقى جوارديولا ما حقققوش أعتقد العامل القدر ده علشان يوصل في الآخر ضربة الجزاء ويفقد بطولة زي كاس الرابطة الإنجليزين صحيح دايما يمكن بيع قبل ما يعني ننهي اللقاء الجميل ده معاك عايزة كمان رأيك في نتكلم على الكاس ومفاجئات الكاس على مستوى ألمانيا وخسارة قنبلة 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 وخسارة الباير من أمام مونشنجلاد بخ في كاس ألمانيا 5-0 كان شيء غريب يا شيء غريب يعني تحس مونشنجلاد بخ خطار العالم يعني خطار العالم كده في يوم والتومس مولور قال أنا متعرضتش لشيء شبيه بكده في حياتي مع أنه هو خسر ستة بسلا من أسبانيا بس هو فعلا مع بايرن ميونيخ لما تخسرها مع بايرن ميونيخ بتكون غريبة وتقيلة خصوصا لما تخسرها من نادي ألماني يعني نادي ألماني يكسبها 5-0 بالشكل ده ومونشنجلاد بخط الخمس تجوان بما فيهم ضربة الجزاء اللي تحصل على مونشنجلاد بخط تحس ان بايرن اللي كان بيلعب بالضبط نفس الطريقة في الضغط نفس الطريقة مش ممكن يا كمان يعني طبعا النتائج قدامنا على الشاشة كمان لكن أنا هاخد نتيجة طبعا دورتموند دورتموند يعني كسب ويمكن أوليفا كان كمان تلعب بتويتا كده حلو قوي وقال بيبارك لدورتموند ويقول لهم يعني خلي بالكو السنة الجاة مش هتكون بالسهولة دا عايز أقول لك ان وارد وده الرسالة اللي احنا بنوصلها كمان للناس وارد انك تكون فريق عظيم زي فريق باير ميونيخ وان خلال مشوارك اذا كان في خلال دوري او كاس انك وارد انك تخسر خمسة سفر ونتيجة كبيرة وشوفنا الكلام ده لفرق كبيرة جدا فريق روما مع مورينو خسر ستة بنتكلم يعني بس هي المفاجأة ان كانت ان فريق في اقصى حالاته البدنية والفنية فريق البايان اللي الناس عارفة طبعا انه هو حتى لما بيجي في جون بيعود ب2 و3 و4 ان يخسر خمسة سفر مع مونشنجلات باخر النقطة المهمة برضا كابتن انه في نظرية افترضت مع وجود هانزي فليك لما جاء والصورة التكتيكية اللي حصلت اعتقد في الكور يعني هانزي فليك بالنسبة لي مدرب اندر ريتت جدا يعني مش واخد قدر اللي هو عمله في الكورة في السنة اللي هو تولى فيه او السنة ونص اللي تولى فيها تدريب بايرن ميونيخ الراجل ده عمل شكل كورة مختلف تماما يعني ما بيدرسش بشكل يستحقه المدرب ده لانه ما عادش كتير ولانه مش كثير التحدث في وسائل الاعلام اعتقد انزي فليك يعني عمل مدرسة ريسكي جدا في الكورة لانه احيانا كان بيعلق اتنين باكات بس فعلا يعني اثنين باكات内 في السنة توصف مدرب وبيضغط فعلا بالتمانية ده اللي حصل في ماتش الثمانية اتنين وده اللي كان في ماتش الثمانية اتنين مع برشلونة اللي هو اقوى ماتش في تاريخ بايرن ميونيخ تقريبا اللي هو اكتسح خصم بحجم برشلونة في وجود ميسي وفجود سوارز وفي وجود عناصر أساسية ومهمة أكترة في تاريخ برشلونة ولكن في الماتش ده نفسه بيرني ميونيخ اتعمل عليه أكتر من هجمة خطر جدا في أسوأ حالات برشلونة وده دليل انه آه هي خطة هيلة ومحتاجة أداء بدني عالي جدا ولكن برضه بيرني ميونيخ وده اللي تضع في ماتش موتش انجلباخ مساحات هيلة وراء السلوب بتاعها نزف لك آه مامشيش عليه ناجلزمان بالشكل بحزافيره وأكيد ناجلزمان ليه مدرب ليه مدرسة ولهيه أفكار مختلفة ولكن اللي عابد بيرني ميونيخ جواها بتنفذ الطريقة دي سواء في الضغط أو الافتكاك بنفس الشراسة وأحيانا بنفس السازاجة أحيانا بتوصل لحد السازاجة أول لما يبقى فيه خصف عارف بس هنا الكرة طبعا هنا أنا بقشيد يعني رامي بن سابعيني عمل مباراة غير الهدفين هو عمل مباراة عالمية مع مهاجم اسمه إمبولي إمبولو 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 مهاجم ده من أول موسم يقدم مستوى ممتاز جدا مع مونشنجلاد بخ اللي هو بيقدم عموما منشاط قوية على بروسيا على ملعبه قدام بير إحنا هنعرف كمان إزاي بير ميونيخ اتغلب خمسة سفر من مونشنجلاد بخ لكن طبعا بنشكرك يا أحمد شكرا جزيلا أن نورتنا وشرفتنا ودايما بيبقى اللقاء يتاري معاك ويعني دايما كده متعلق يعني أنا بتشرف جدا بكل مرة ببقى فيها مع حادتك وبشكر حادتك على الفرص الكتيرة اللي حادتك تبقى حبيبي شكرا جزيلا بعد الفاصل نعرف إزاي مونشنجلاد بخ أحرص خمس أهداف في بير ميونيك أهلا بحضراتكم مرة تانية يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم على مباراة الكاس خاصة مباراة الكاس في أوروبا كلها دايما بتكون فيها مفاجئات كبيرة شفنا كاس رابطة الأندية المحترفة في إنجلترا وخروج المان سيتي عن طريق وست هام يونيتد لكن كمان كانت المفاجأة الأكبر في كاس ألمانيا كاس ألمانيا والنتيجة الكبيرة جدا جدا فوز مونشنجلاد بخ على البير بخماسية نظيفة طبعا خماسية نظيفة في حضور الفول تيم بعض الناس تقول لك ممكن يكون بيلعب بالصف التاني أو أو لا البيان كان بيلعب بكل نجوم نتكلم على نوير على كيميتش على مولر على سانية على ليفندويسكي نتكلم على جنابري نتكلم على مجموعة الأساسية بتواجه مونشنجلاد بخ لكن قدر مونشنجلاد بخ في يعني مجرد ربع ساعة أنه يحرص ثلاث أهداف ويفوز بنتيجة كبيرة جدا خمسة سفر على البيان وزي ما بقول لك كان لها ردود أفعال وزي ما بقول لحضراتك هناك الناس كمان بتتقبل للهزيمة بشكل أو بآخر يعني أوليفة كان طبعا النجم الكبير وأسطورة الحراس المرمى في ألمانيا تلع بتويتها كده وبيهني على الجانب الآخر بروسيا دورتموند اللي فاز 2-0 وقال لهم مبروك الصعود للدور التاني لكن السنة الجاية مش هتكون الأمور سهلة كده إزاي باير ميونيخ يخش فيه خمس أهداف نتكلم على منظومة دفاعية طبيعية ومنظومة دفاعية قوية جدا نتكلم على من أفضل حراس المرمى في العالم على نوير نتكلم كمان على منظومة هجومية بشكل كبير فمن خلال الفيديو أو من خلال اللي هنشوفه مع حضراتكو إزاي مونشنج لاتباخ قدر يعني يستغل أخطاء كبيرة جدا ويع فيها الباير ويسجل خمس أهداف في باير ميونيخ طيب نبدأ بالجون الأول كاديوكوني طبعا زي ما بقول لحضراتكو دايما حتى فرق العالم بيكون فيها إخفاقات على المستوى الدفاعي طبعا هنا في موقف واحد واحد على واحد ما فيش مشكلة لكن المشكلة هتيجي في الجزء ده في الجزء أنك تخسر الكورة في مناطق دفاعية حتى وانت فريق كالباير دي مشكلة كبيرة جدا وقدت للحضراتكو شايفينه فيه طبعا يعني فيه موقف اتنين على واحد على منطقة الجزاء وفيه موقف اربع على واحد الموقف ده جيه نتيجة الخطأ اللي حصل والكرة قطعت في نص الملعب نكمل كرة تلعبت بشكل بشكل اكتر من رائع وعدم مراقبة وطبعا استغلال يمكن زي ما بقول لحضراتكو في اول ديئة انت بتتكلم على ديئة وعشرين ثانية خطأ في نص الملعب بتتطيع الكورة ولكن مونشنجلاد باخ بيستغل وده مهم جدا انك في اول ديئة بتستغل خطأ بيقع فيه البايرن وبتسجل هدف ده شيء مهم جدا ده الجوني التاني طبعا فيه فيه سرعة في الاداء مونشنجلاد باخ كان فايق جدا في النقطة دي لكن كمان كان فيه موقف دفاعية في البايرن مش طبيعية فيه مساحات وراء السردباك مساحات وراء الباك شمال نتكلم على ضغط غير متكامل من نص الملعب ومش من نص الملعب ده على حدود التمنتاشر وبالتالي مونشنجلاد باخ بيستغل المساحة ديئة وبيستغل المساحة كمان الراجل اللي جاي من وراء ده مهم جدا بنتكلم ان هعمل يعني الراجل اللي جاي من وراء ده كمان طبعا دوت اللعب الجزائري رامي بين سبعيني لعب مميز جدا بيسغل المساحات بشكل كويس لكن الاخطاء اللي وقع فيها البايرن كمان اخطاء غير طبعية نشوف الجوني اللي بعده كمان الجوني التاني اللي رامي تاني موقف دفاعي وحش قوي من البايرن بنتكلم على كورة بيستغلوا بيها المساحات بشكل كبير جدا وسرعة الاداء والمونشنجلاد باخ قدر يكسب البايرن بسرعة الاداء مفيش تفكير الكورة بتتلاعب بشكل اكثر من رائع دي طبعا ضربة الجزاء في خطأ طبعا من مدافع البايرن ويقتحسبت ضربة جزاء لصالح مونشنجلاد باخ بنتكلم حضراتكو كل دوت في الديئة 19 الديئة 19 دي غلطة طبعا يعني وارد تكون ضرب الجزاء ما تكونش ضرب الجزاء لكن طبعا رامي بين 70 اللعب الجزائري كمان قدر يحطها بشكل اكتر من رائع بهدوء لان بقولك في الديئة 20 الديئة 20 البايرن متأخر بتلات اهداف امام مونشنجلاد باخ نشوف الجون الرابع كرة طويلة من حرس المرمى سانيه بيحاول بياخد الكرة لكن كرة طايش نوع فينا في الجزء دوت ان طبعا الموقف الدفاعي بيبدأ وانت معاك الكرة مش وانت ما معاكش الكرة فطبعا الاتنين السردباكين البايرن بيبصوا على الكرة الفوق نباش كمان الخطأ اللي جاي انه كمان ساب الكرة نوت ده مبادئ وطبعا استغلال اكتر من رائع لامبولي وحط الهدف التالت او ده الهدف الرابع زي ما بقول لحضراتكم كمان على مستوى النجوم الكبار لما بيكونش مركز كويس قوي اتنين سردباكين البوزيشن غلط وبعدين انك تسيب الكرة لسه بنقولها لولاد الصغيرين عمر اكتسيبي كرة نوت قدامك وانتع في الحالة الدفاعية لازم تطلع لها وتاخدها من اعلى نقطة وده طبعا كان سبب من اسباب حدوث الجنل الرابع لفريق مونشن جلاددخ ده اخر هدف كل ده حضراتكم لسه فيه ديئة 56 مساحات فاضية جدا للبايرن وسط الملعب كنا شايفين البايرن دايما بيكون فيه غلق المساحات فيه مساحة كبيرة جدا زي ما حضراتكم شايفين قدام التمنتاشر والاهم من كده ان فريق مونشن جلاددخ شاف دوت ما المهم جدا ممكن الفرقة اللي قدامك بتعمل اخطاء لو انت مش تغيفها مش هتستغلها لكن مونشن جلاددخ بيستغل المساحات ديت نكمل كرة تطعت لكن كمان فيه طبعا هنا جدار من مونشن جلاددخ امام او في منتصف الملعب وحضراتكم زي ما انتشافين انتشار كمان لعيبي مونشن جلاددخ بشكل اكتر من رائع كان طبيعي جدا جدا عشان توسع المساحة ديت توسع مساحة نفسك كان لازم صوليدة تقريبا او لعبي خط النص بتاع بايرن يخش القدام عشان يوسع المساحات لكن مساحات ديئة مساحات ديئة وبالتالي اتعاملت الكرة بالعرض بشكل خاطئ ارتدت وزي ما بقولك هو ده نوقف عندي ديت بس نرجع لها شوية انتايم التوقيت مهم جدا اول ما يستلم الكرة لسه كمان لسه كمان ارجع سنة لان الكرة ديت الكرة ديت اول ما استلمها الراجل ده بيطلع نفسه الاول من بيطلع نفسه من خط الاوف سايت يعني بيطلع نفسه من الخط الاوف سايت زي ما بقولك الخط ديت هو طلع نفسه ما استناش ورا خط الاوف سايت عن نفسه اوف سايت قبل الكرة الراجل مايلعب الكرة طلع نفسه من خط الاوف سايت عشان يبقى اون سايت وبالتالي الكرة تلعبت بشكل اكتر من رأى التايمج مهم جدا امبولو بياخد الكرة وبيحط الجون الخامس لفريق مونشنجلاد بايرن زي ما بقول لحضراتكم اه فريق مونشنجلاد بايرن من افضل الفرق على مستوى العالم لكن فيه اخطاء بتحصل لكن المهم كمان انك تشوف الاخطاء دي انك تحس بيها انك تستغل هذه الاخطاء وتستغلها بسرعة انما يكون عندك فرصة انك تجيب جول في اول دقيقة امام البيارن ما تضيعش الفرصة لأ بتجيب الجون التاني فرصة التانية بتجيبها والتالتة بتجيبها ده اللي عملوا مونشنجلاد بايرن ليه استغلال الفرص مضيعش هو جاب خمس جوان من ستة هجمات او سبع هجمات بتتكلم على نسبة تمانين في المية لاستغلال الفرص ده مهم جدا امام فريق بحجم البايرن اعتقد ده بيدينا كمان درس ان كورت القدم ملهاش امام انك لازم تكون مركز لو كنت حتى احسن فريق في العالم وعندك جزء من الاستهتار وجزء من اللام وبلاء فده اكيد بيرجع عليك بالخسارة يعني احنا دايما في المحترف بنحاول مع حضراتكم ان احنا نشرح لكم فريق البايرن فريق كبير لكن عنده اخطاء فريق مونشنجلاد بخ فريق جيد استغل هذه الاخطاء وقدر يحقق زي ما بنقول للكمبرة الكبيرة وفوز على البايرن في كاس المانيا بخماسية نظيفة دي كانت طبعا اخر فقرة معنا في المحترف ان شاء الله نشوف حضراتكم الاسبوع الجاي ويوم جديد من ايام المحترف انتظرون